بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لحضراتكم ويوم جديد من بريم والنهاردة يعني حلقة مميزة جدا مقسمنا لثلاث أجزاء طبعا أهم جزء وهو طبعا التغطية الخاصة لوصول بعثة النادي الآلي طبعا للدوحة عندنا كلام عن نادي الاتحاد النادي العريق الكبير من خلال طبعا تواجد نجم من نجوم نادي الاتحاد ومدير الكرة السابق كابتن محمد إبراهيم جزء الثالث من الحالة هيكون معنا النقدين الرياضيين أستاذ محسن لملوم وأستاذ رامي عبد الحميد نتكلم بقى على تأهل النادي الاهلي للدور قبل النهاية وأيضا تأهل بيراميز بعد النهاردة تعادله مع نينبا واحد واحد وتأهل أيضا في الكونفدرالية للدور قبل النهاية وأيضا نهاية الموسم الكاروي في البريمير ليج الدوري الإنجليزي الممتاز ووصول الأربع فرق لدوري الأبطال النسخة القادمة طبعا بنتكلم على ليفربول نهى هذا الموسم كثالث للدور وبالتالي كلام كتير على الكرة العالمية والكرة الأفريقية من خلال وجود النقاد الرياضين يعني ده حلقتنا النهاردة وياريت تستنتوع بها طبعا من خلال تواجدكم ومشاهدتكم لينا في البريمير وخلنا نبتدي حلقتنا بأهم الأخبار اشتركوا في القناة خليني بس أبتدي النهاردة بتعادل بيرامدز وإنمبا واحد واحد في بطولة الكونفدرالية مباراة العودة وطبعا كنا متذكرين فوز بيرامدز أربعة واحد هنا في القاهرة في مباراة الزهاب وطبعا نتيجة كبيرة والتعادل الإيجابي برضو بمجموعة البريمير بنتكلم خمسة اتنين وبالتالي يعني تأهل الفريق إلى الدور القادم ويعني احنا بنكلم فريق بيرامدز صراحة مميز في أفريق لكن في الدورة بتبقى الأمور بالنسبة له مزبزبة لكن خلينا نمشي مع فريقنا والفريق المصري والمتواجد في الكونفدرالية وهو الفريق الوحيد المتواجد طبعا الفريق المصري المتواجد في الكونفدراليشن كوب وبالتالي كل التوفيق لي وصولوا للدور قبل النهائي واللي هيلعب فيه فريق الرجاء البيضاوي المغربي وفريق طبعا من الفرق القوية كل التوفيق لفريق بيرامدز النهاردة محمد يعني أو إبراهيم عادل اللاعب المميز جدا أنا بشوف اللاعب ده يعني جاي في الطريق بشكل هايل لعب هداف لعب متحرك سريع مهاري يعني بنتكلم فيه المباراة بتاعت انيمبا اللي كانت متواجدة هنا في القيرة عمل او احرز هدف التالت تقريبا بباكورد هايل ابراهيم عادل وبيقرر احرز هدفين في هذا اللقاء والنهاردة بيقرر وجوده كواحد من اللعبين المميزين في فريق بيرامدس بيحرز هدف ايضا رائع بعد ما قطع الكرة من دفاع انيمبا واحرز هدف من فوق حارس المرمى هدف رائع ايضا واحد من اللعبين المميزين واضح جدا كمان حب اللعبين بيرامدس لهذا اللاعب لكن خلينا اقولكم نجاح بيرامدس النهاردة ووصوله للدور قبل النهاية يعتبر طبعا زي ما بنقول تهدئة للوضع في بيرامدس لما يحدث من خلال نتائج سيئة في الدوري الممتاز وصوله للدور قبل النهاية دي حاجة محترم ان شاء الله يعني يخلص من قطوة التأهل من خلال طبعا فريق قوي على الرجاء البيضاوي يعدي هذه المرحلة بشكل جيد لان طبعا وجوده للمرة التانية كوصيف وان شاء الله المرة دي بقى ما تبقى ازاي المرة اللي فاتت انه يقدر ياخد البطولة دي تفرق كتير مع فريق بيرامدس الفريق المصري المتواجد فيه الكونفدوريشن طيب هقول لكم بس نتائج الدور الربع النهائي في كأس الكونفدوريشن طبعا كانت مباراة ان ينبأ ان يجيري امام بيرامدس وتعادل ايجابي واحد واحد الرجاء البيضاوي بيفوز على اورلاندو بيرتس اربعة سفر ونتيجة الذهاب كانت واحد واحد وبالتالي بيتأهل الرجاء بنتيجة خمسة واحد شبيبة القبائل بيتعادل مع صفاقسي تونسي واحد واحد وبالتالي ايضا شبيبة القبائل بيفوز او بيتأهل للدور القادم داكار السنغالي مع القطن الكاميروني وفوز داكار السنغالي اتنين واحد دي نتائج الكونفدوريشن كوب وبالتالي بيتأهل للدور النصف النهائي بيرامدس والرجاء البيضاء وان شاء الله يكون المباراة لإلا يوم 19 يونيو و27 يونيو دول المباراةين الرائح جاي وبالتالي دول الذهاب والعودة وبالتالي دول الماتش بالنسبة للبيرامدس ان شاء الله كل التوفيق ليهم وشبيبة القبائل والقطن الكاميروني هيكون ايضا يوم 19 يونيو و27 يونيو دي مباراة الكونفدوريشن كوب طيب عندنا الجولة الاخيرة في الدورة الانجليزي النهاردة واللي تم تحديد طبعا الاربعة اللي هيشاركوا فيه دورة الابطال من خلال طبعا نتائج اليوم النهاردة كان فيه عدة مباراة طبعا كل المباراة كانت مباراة كتيرة جدا فيه الدورة الانجليزي لانت لعبت فيه توقيت واحد يعني طبعا المباراة اللي بيبقى فيها تحديد اللي بينزل واللي بيبقى متواجد في دورة الابطال يعني فبيحددوا ماتش في توقيت واحد الارسنر كان بيلعب برايتن ويفوز ارسنر 2-0 اسنفيلة بيفوز على تشيلسي 2-1 وبالرغم من هزيمة تشيلسي وهزيمة ليستر سيتي لكن تشيلسي تأهل رابع للدورة الابطال من خلال طبعا المباراة اليوم ليتز يونيتد بيفوز على ويستر برومتش 3-1 ليستر سيتي بيخسر من توتنام 4-2 وليفر بول بيفوز على كريستر بالاس 2-0 ومنشستر سيتي بيفوز 5-0 على ايفرتون وويسهام بيفوز 3-0 على ساوث هامتون وشيفلد يونيتد بيفوز 1-0 على بيرنلي وفوز نيوكاسل على فولم و2-0 وولفر هامتون بيخسر من منشستر يونيتد 2-1 طيب هولوك بس حصاد الدوري الانجليزي منشستر سيتي طبعا هو البطل براسيد 86 نقطة الوصيف منشستر يونيتد براسيد 74 نقطة ثم الثالث في الدوري الانجليزي هو ليفربول ب69 نقطة والرابع شيلسي ب67 نقطة اللي هبطوا فيه من الدوري الانجليزي او الدوري الانجليزي الممتاز الى الشامبينشيب هو فولم وويست برومتش وشيفلد يونيتد هداف الدوري طبعا النهاردة يعني بفرق هدف هاريكين اللاعب توتنام هو احرز الحذاء الذهبي في الدوري الانجليزي يعني فرق هدف عن نجمينة محمد صلاح النهاردة جاب هدف ويعني كناش نتمنى كيلة طبعا لكن هاريكين طبعا مكينة اهداف متحركة في الدوري الانجليزي بيحرز 23 هدف نجمينة محمد صلاح 22 هدف افضل صانع العاب هو هاريكين ايضا صانع 13 هدف في الدوري الانجليزي اقوى هجوم في الدوري الانجليزي هو منشستر سيتي سجله 83 هدف اضعف هجوم في الدوري الانجليزي شيفلد يونيتد وسجله 28 هدف فقط اقوى دفاع هو دفاع منشستر سيتي واستقبل 32 هدف اضعف دفاع هو وست برومتش استقبل 76 هدف ده حصاد الدوري الانجليزي طبعا عايز اقول لكم الدوري الاسباني طبعا تم تحديد طبعا البطل مبارح بعد فوز اتليتكو مادريد مبارح 2-1 وايضا بالرغم ان ايضا من ريال مادريد فاز 2-1 لكن طبعا اتليتكو مادريد هو صاحب النقاط الاكثر في الدوري الاسباني 86 نقطة لأتليتكو مادريد وبيفوز بالدوري الاسباني ريال مادريد الوصيف 84 نقطة ثم برشلونة 79 نقطة في المركز الثالث وأشبليا في المركز الرابع برصيد 74 نوطة اللي هبطوا ليه الدوري الدرجة الثانية في الدوري الأسباني بلد الوليد وهويسكا وإباردور التلاتة اللي تم هبطهم ليه الدوري الدرجة الثانية الأسباني هدف الدوري ليونيل ميسي 30 هدف أفضل صانع ألعاب سباس من سالتا فيجو صانع 11 هدف أقوى هجوم هو برشلولة 85 هدف وختافي أضعف هجوم سجيله 28 هدف وأتليتكو مادريد أقوى دفاع استقبل 25 هدف فقط وأضعف دفاع هو غير نظر عايز أقول لكم برضو حصاد الدوري الألماني بعد فوز باير مونشن أو باير مونخ برصيد 78 نوطة طبعا فازوا بالدوري الألماني المرة التاسعة في تاريخهم المرة التاسعة متتالي بالنسبة للباير الوصيف ليبزيج 65 نوطة ودورتمند 64 نوطة وفولفسبورج 61 نوطة في المركز الرابع اللي هبط للدوري الدرجة التانية الألماني كولين وبريمين وتشالكا في الدوري الألماني بينزلوا للدرجة التانية هدف الدوري هو ليوفيند فيسكي طبعا لعب البايرن 41 هدف ورقم قياسي لهذا اللعب يتفوق على مولر طبعا قداف الدوري الألماني وبالتالي طبعا بيحقق نتائج ويعني تاريخ كبير في الدوري الألماني هذا اللعب القوي أفضل صانع ألعاب توماس مولر وصانع 19 هدف أقوى هجوم هو بايرن مينخ سجل 99 هدف أضعف هجوم هو شالكا سجل 25 هدف وأقوى دفاع هو ليبزيج استقبل 32 هدف وأضعف دفاع هو شالكا استقبل 86 هدف أحد نجوم الدوري الألماني وإحنا كنا طبعا بنستمتع به في الدوري الألماني والدوري المصري مع النادي الأهلي ووجوده أيضا في الدوري الألماني ويعني كلام كتير وذكريات كتير في هذا الدوري القوي كابتن سامير كامونة هكلمه طبعا عن الدوري الألماني وفوز بايرن ونزول فرق كبيرة زي بيرمن وكولين وشالكا يعني كابتن سامير تحاتر حتاك الأول حبيبي يا روح أخبارك إيه أخبارك يا بوكبات وحيشني يا بوكباتي مازلت متابع طبعا كابتن الدوري الألماني طبعا وبعدين انت عمل شوية معلومات حل وقاوي ومهتم انت بالدوري الألماني لو الله احنا قلنا حصاد الدوريات التلاتة طبعا الكبرى سواء الدوري الألماني والإنجليزي والأسبانيا كابتن ويمكن طبعا أقلتكم حسم الدوري مبارح وأيضا الدوري الإنجليزي تم حسمه من أسابيع عدة بالنسبة لمنشيستر سيتي احنا بنكلم بايرن ميونيخ بردو كان من يومين وبالتالي احنا بنلقي الدوق على الأرقام وحصاد الدوريات كلها رأيك في فوز بايرن طبعا وده المرة التاسعة كابتن متتالي بالنسبة للفريق كبير ولكن طبعا فيه فرق كبيرة زي كولين بريمن شالكة بينزيلوا للدرجة التانية يعني ذكرياتك عن الدوري ده كابتن وإيه رأيك فيما حدث لهذا الموسم؟ مبروك طبعا باير مونشن طبعا البطل اللي بونزليجا المرة التاسعة التوالي طبعا ده بطل يعني من الأبطال أوروبا ومش في ألمانيا بس وشوفنا طبعا الطفرة اللي عملها قبل كده من السنة اللي فاتت خد خمس بطولات منهم بطولة شامزليج والدوري والسوبر أوروبي وكاس ويعني خمس بطولات اللي خدهم وكاس عالم أندية يعني ماشي بخطوط ثابتة وكان عمل فريق قوي جدا لأنه فيه نجوم مميازين على رسوم طبعا لوندوفيسكي طبعا الهدف التاريخي للبايرن يعني وهدف الدوري السنة دي فعنده لعيبة مميازين يقدروا يحساموا أي مباراة ويقدروا أنهما يكسبوا أي مباراة وفرقة يعني من فرقة قيلة عشان كده هما بطل حقيق ومدربه معازفليك برضو كابتن من المدربين ومدربين الفنين الهائلين فبالتالي يعني فيه توليفة حلوة يعني عند فليك طبعا مدرب هائل هو ماشي خلاص كانوا يحتفلوا بالدوري وفي نفس الوقت بيودعوه في نفس الوقت بالضبط دي حاجة مميزة طبعا في أوروبا لما فيه مدرب بيمشي حتى لما يكون بيتعصر أو عمل مصحات كويسة وجاي بطلات وبيمشي بيكرموه أيا كانت الظروف النتيجة دي حاجة محترمة جدا في الرياضة بيقدروا الموهبة وبيقدروا المدربين الحقيقة سواء العيب أو مدرب وهو يعني بيشوف اتجاهاته بقى في مستقبله وبقى نسامة بقى ان هو جاي له برشلونة وجاي له ريال مدريد وجاي له فرقة تقيلة قوي ويقدر ان هو يختار بقى زي ما هو عايز لكن الدور البنزيجة طبعا دوري قوي جدا لو بصوت بقى من الجانب الآخر للثلاث فرق اللي نزلة فرون تكلمت عليهم بصفادة كويسة جدا كولون وشالكة وبريمنت طبعا من فرق التقيلة اللي موجودة في البنزيجة وكان بترعب اي حد بالذات على ملعبها لكن في الدور الالماني مفيش مقاييس خالص فيه فرق كبيرة وفرق ليها اسامي وجامهرها كبيرة وبلاد جميلة جدا لكن بتنزل للسفايد ليجا اللي هي الدرجة التانية وبيبقى فيه ظروف بقى كورونا ظروف مادية ظروف شوية اللاعبين فأي حد في العالم ممكن يتعصر زي ليفربول كده لما اخد كل بطولات السنادي السنادي بينافس على مربع زي بالعافية فدي ده ظروف كورونا وبعض الظروف التانية انتقالات اللاعبها بتروح عندها تانية اللاعبها بتبطل اللاعبها بتتعور ويعني ظروف بتبقى يعني مختلفة شوية لكن ثلاث فرق قوي جدا وشوفنا يمكن جروس هو اللي كان ماسك الزمالي كان ماسك شلكة لكن كان ماسك في ظروف صعبة جدا ونزل بالفرقة وهم عندهم على فكرة دي مش عيب ولا حرام ولا في اي مشاكل خالص بيحاولوا مرة تانية يا كاتن وهيرجعوا بالضبط بالضبط انت عارف يعني الواحد اللاعب فالماني وعارف الفكر اللي هناك ولا بيزعلوا ولا بقى اي اه بيزعلوا في يوميها لكن الجماهير في ظهر البتاع على السوشيال ميديا ومفيش جماهير بتحضر دلوقتي انما بكلهم بمصطورة الفرقهم ومجلس الادارة ورئيس النادي والمدرب الجديد اللي هيجي او المدرب اللي ينزل بهم هيطلع تاني فكل دي امور بتبقى يعني بيحصل لها ضربات وبيقداروا يعيد حساباتهم من جديد ودي ميزة في الاوروبيين الحقيقة ان هم بيبصوا للي جاي ما يبضلوش بقى ان هم يعياتوا على الراح او ينداموا على الراح لكن في المستقبل تمالي بيمتفقلين ويعني بتبقى كذا يعني فريب يرجعوا تاني للبونزليجا بامور مقوطة وفكر جديد يعني طيب كابتل خانيا اسألك بقى على الاهلي ومباراة قادمة مباراة السوبر الافريقي ونهضة بركان يعني افضل تشكيل ممكن يواجه بين النادي الاهلي في ظل طبعا خروجه طبعا من ماتش صعب زي ساند داونز تأهله اللي تدور قبل النهائي وعدة مباراة قوية متتالية للنادي الاهلي ما عرفش مع سفرية طبعا احنا بنقول سفرية يعني جنوب الافريقي انت بطرقها طويلة ومرهقة وماتش صعب وقوي في وقت ممكن يكون الساعة ثلاثة اه الجو حلو لكن برضو امام فريق كبير ثم السفر الى الدوحة برضو مسافة طويلة ومباراة قوية لتحديد من هو بطل السوبر الافريقي افضل تشكيلة كابتن للنادي الاهلي في مباراة زي كده طبعا مبروك للنادي الاهلي فوزه على ساند داونز عمل مباراة طيسة ومباراة اكتكية على اعلى مستوى وبشكر اللاعبين ان هم ادوا الاداء المطلوب والترجد اللي كان مطلوب هو الحقيقة مع فرقة مشتربة تأدي اداء تكتكية على اعلى مستوى لعيبة اسكية لعيبة بتتحرك لعيبة مهريين يعني صعبين جدا على ملعبهم لكن النادي الاهلي تخطى المهمة الصعبة دي بدئاتا من مباراة الزهب فوزة 2-0 هو اللي اهل النادي الاهلي وسهل الامور عليه مباراة صاند داونز مبروك النادي الاهلي المباراة تانية اللي هي بطولة من المباراة واحدة اللي هي الاهلي ونقضة بركانة هيقام في قطر طبعا ورحلة مشقة للنادي الاهلي من مصر إلى جنوب افريقيا ومن جنوب ابريقيا الكتر فطبعا عدت ساعات من هنا الهين الهين فطبعا عمل الاجهات برضو ع النادي الاهلي وتركيز والتدريبات والفكر بقى خارج من بطولة قرية طالع لبطولة قرية جاي من بطولة محلية يعني كل ده برضو فكر مختلف وحاجات يعني قوية جدا عن لعيبة والجهاز الفني وفكر جامل جدا ولازم ياخدوا راحتهم كويس قوي ان هم مدخين على مباراة قوية جدا هلعوا فرقة من لقب كيسبول كونفدرالية يعني فرقة من الفرقة المحترمة برضو همما سابع الدور المغربي في الوقت الحالي كابتن يا حتى الان بس طبعا فرقة محترمة هي بطل كونفدرالية طب افضل تشكيل كابتن كنت سألت حياتك افضل تشكيل ممكن تشكيل ما كنت جايلك انه طبعا من وجهة نظر ان هو يبقى محمد الشناوي اللي احراس المرمى ماشي بشكل كويس جدا وسبب رئيسي من صعود النادي الاهلي القابل النهائي طبعا محمد هاني بك رئيس ايه اي من اشرف بك شمال نمى السكين طبعا معلوم رجي على فكرة كابتن يلعب ولم يلعبوش من اول ما رجع انا مبضلش ان هو يضح بيه تموراه نهائية من بدايتها يبقى فيه ضغط وفيه ارهاق وهو ملعبش ماتشات ودية يعني مش جاهز مية في المية بزنيا انا بوجهة نظر ان اي من اشرف يبدأ لان علي برضو مش جاهز مية في المية على حساب وجهة نظر طبعا رأي مسيماني هو اللي يختار لك انا بقول لك وجهة نظر ان اي من اشرف ممكن هو اللي يبدأ ويلعب ياسر ابراهيم وبانون اتنين مساكين اتنين في قلب الوسط الملعب اتنين في فندراك هيبقى عمر الصلاة وايليو ديانج هيلعب يعني زي وينج يمين يلعب طبعا صلاح محسن وممكن طبعا افشا وفي محمد شريف كافري وصريح لكن حتة الوينجرايت دي بقى انا يعني برضو فيها كلام ان هو ممكن يعني ايرجع الشاحات تاني اللي هو بيني عن مستوى ولا طاهر اللي مستوى بيطلع وينزل يعني برضو لسه دي فيها كلام يعني انا بقول ممكن مية كتن فيهم تفضل حيزك طاير محمد طاهر طاير محمد طاهر هما الطرفين بيروحوا على الجوم كتير والنادي الاهلي محتاج ان هو يهاجم مع الزيادة افشا ان هو العقل المفكر النادي الاهلي ويقدر يعمل اسستات وبيبص القدام على طول وبيلعب كرات خطيرة سواء من كرات السابتة او المتحركة هو العقل المفكر للنادي الاهلي مع محمد شريف طبعا من فروز صريح اللي هو ماشي كويس مع نادي الاهلي صحيح كنت تنكمون انا باشكر حضرتك ووجودك مع انا كابتا سامير واحد من النجوم الكبار اللي اللعب في الدور الالماني كنا بنتكلم على الدور الالماني طبعا وحصاد الدور الالماني وارقامه وايضا رأيه في التشكيل الامثل للنادي الاهلي في مباراة السوبر او نهاء السوبر الافريقي امام نهضة بركان كل التوفيق طبعا للنادي الاهلي نتكلم طبعا على الظروف اللي بيمر بها نادي الاتحاد ونتائج اللي ممكن تنقول في الفترة اخيرة لايست جيدة بالنسبة لنادي الاتحاد ازاي يقدر او يقدر سيد البلد يخرج من الكابوة دي ان شاء الله في الفترة غير مع ان احنا بنتكلم كنادي الاتحاد ماشي بشكل كويس جدا في بداية المسلم لكن نتائج متراجعة في الوقت الحديد خاني نبتدي باخبار الاهلي اشتركوا في القناة اهلي طبعا بمغادرة النادي الاهلي النهاردة من جنوب افريقيا للتواجه للدوحة طبعا رحلة صعبة وطويلة لكن اللعبة واخد على كده خصوصا للطيارة خاصة وان شاء الله تبقى الامور سهلة وسيطة الطيارة هتوصل الاسوان تتزود بالوقود ثم او تزود بالوقود وان شاء الله كل الامور تبقى ماشية سهلة وبسيطة طبعا في ظل الامور اللي كانت متواجدة فيه ده امامكم على الشاشة الطيارة خاصة بالنادي الاهلي وتوجهها الى الدوحة امبارح كان فيه موقف خاص بجماهير سانداونز من مسماني واعترضت الحافلة خاصة بالنادي الاهلي وكان فيه بعض الاساءة لمسماني وبعض اللفتات اللي ممكن تكون مسيئة وبالتالي طبعا احنا بنتكلم العلاقة الجيدة ما بين النادي الاهلي والاندي الافريقية بشكل كبير وبالاخص بفريق سانداونز النادي النهاردة سانداونز اصدر بيان بيعتذر به او بيعتذر فيه للنادي الاهلي لما بدر من بعض جماهيره او جماهير سانداونز طبعا سوء سلوك وطبعا زي ما نقول الامور الغير اخلاقية ده الكلام اللي كانوا بيتكلموا فيه من خلال البيان الخاص بفريق او بنادي سانداونز يعني علاقات متميزة من بين الفريقين وبالتالي بعض الجماهير ممكن تكون طبعا بتحب الراجل اسمه موسيماني يعني الراجل قاعد فترة طويلة معاهم وبالتالي عمل بطولات وبالتالي لما ييجي مع فريق آخر وبيكسب طبعا طبعا صعب على جماهير الفريق كابتن سار عبدالحفيز أكد أن علي معلول جاهز بنسبة 100% للمباراة القادمة ينقص بس أن موسيماني يختار علي معلول في التشكيل الأساسي أو يبقى متواجد في المباراة وينزل في أي وقت وبالتالي علي معلول موجود بنسبة 100% في المباراة القادمة مسحة طبية طبعا أجرتها بعثة النادي الآلي في قطر ولعبة تفضل موجودة في وضع حتى إن شاء الله يتم طبعا يكون موجود نتاج المسحة وبالتالي طبعا إن شاء الله كل اللعبة تبقى ما فيش أي حاجة ولا في أي مشاكل بالنسبة له جلسة مابين مسلماني وجهازه الفني وجهازه المعاون طبعا عشان يحضروا لي المباراة القادمة مين هيلعب مين هيرايح الأمور مشة إزاي زي ما انتشافين كابتنة سامير حتى هو بيختار بعض اللعبين في حيرة نتيجة المستوى الفني وتراجعوا بعض اللعبين ووجود بعض اللعبين مستوهم عالي وبيغطأ يعني في بعض الحيرة لبعض المراكز داخل الفريق في خبر خاص بشركة الكورة ووجود كلام عن أو أخبار عن وجود عماد متعب نجم الفريق السابق كعضو في شركة الكورة بالنادي الآلي وفي محاولات طبعا من كابتن حسين غالي لإقناع عماد متعب أن يبقى متواجد في شركة الكورة وبالتالي طبعا نجم كبير عماد متعب من النجوم الكبار المميزين وعندهم وجماهير النادي الآلي بتحبه ودي حاجة برضو بتساعد بالشكل كبير في العمل داخل النادي يعني يبقى عندك حد انت بتحبه وواصق فيه وواصق في إمكانياته يقدر يبقى موجود ويضيف طبعا للكيان الكبير كهرباء بيطلب من مسلمان انه يبقى مشارك في المباراة القادمة طبعا شايفين كهرباء في الفترة الفاتت تريبا رابع او خمس ماتش كهرباء ما بيشاركش خالص وبالتالي مطالبته بالمشاركة في المباراة القادمة من مسلماني وضع وامر طبيعي من لعب يحب يليعب لكن هنا هل مسلماني مقتنعب بمستوى الفني الكهرباء في توقيت الحالي اه او لا دي بتاعت مسلماني لكن كهرباء طلب من المدير الفني المشاركة في الفترة القادمة الاهلي بيجمد صفقة سوفيان رحيمي لعب رجاء المغربي يعني زينا نقول الفري رجاء او نادي رجاء طالب طلبات كبيرة جدا لهذا اللاعب لبيع هذا اللاعب وبالتالي نادي الاهلي يعني جمد هذه الصفقة في التوقيت الحالي دي اخبار النادي الاهلي خلينا ابتدين مع حضراتكم عندنا فاصل طيب عندنا فاصل وهيكون معاك كابتن محمد ابراهيم برضو يعني هتكلم على بعض الامور خاصة بالاتحاد وهقولوك اخبار خاصة على نادي الزمالك برضو في ظل التواجد كابتن محمد ابراهيم واخد رأيه في الامور الخاصة بالتحول واللجنة الجديدة لنادي زمالك وما يحدث داخل نادي زمالك طبعا نجم كبير كابتن محمد ابراهيم وبالتالي رأيه مهم ان يكون معانا متواجد في البريمو فاصلوا مكملين مواجهة من العيار التئيل هيصطديف الفريق القروي الأول بنادي إزا مالك نظيرو المصري البورسعيدي في التاسعة مساء غداً الثنين ضمن منافسات الجولة الأربعة وعشرين لبطولة الدوري على أرض ملعب استاد سكندرية هيطفل الفريقين المباراة بحسن عن السلاس نقاط فالمارد الأبيض في المركز الأول برصيد 51 نقطة وحقق الفوز في المباراة الأخيرة على طلاء الجيش بينما بيحتلق المصري البورسعيدي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 39 نقطة وده بعد فوزه في المباراة الأخيرة على الاتحاد السكندري بيدرك الجهاز الفني للأبيض أهمية مواجهة الغد وضرورة الفوز بيها للتأكيد على جدرته بصدارة قمة الجدول الدوري وهيغيب عن صفوف الزمالك خلال المباراة محمود علاء وعبدالله جمعة والمغربي حميد أحداد بسبب الإصابة كمان هيستمر غياب إمام عشور بسبب الإيقاف من قبل اتحاد الكورة وبيسعى الفرنسي باتريس كارتيرون لاستغلال معنويات لعابيه المرتفعة بعد الفوز المسير لفريقه على طراء الجيش في المباراة الماضية بالهدف القاتل لأسامة فيصل في الوقت بدل الضايع وده لتخطي عقبة المصري اللي دايما بتحفى المبارياته مع الأبيض بالندية والإصارة وحذر كارتيرون لعابيه من السقة الزائدة خصوصاً وإن المصري فريق قوي ومنظم وقادر على تحقيق المفاجأات كمان بيمتلك لعابين مميزين في جميع الخطور وطالب كارتيرون لعابيه بعدم التركيز مع التغييرات الإدارية اللي بيعاشها نادي الزمالك واللي بتشهد أجواء متقلبة على الصعيد الإداري بعد ما تولى رئاسة القلعة البيضاء ثالث رئيس فأقل من ست شهور منذ إيقاف المجلس المنتخب برئاسة مرتضى منصور ومش هتكون مهمة الزمالك سهلة في مواجهة المصري فالمصري بيملك الطموح من قبل التواجد في المربع الزهبي والعودة للمشاركات القرية وبيتسلح الفريق البورسعيدي بقدرة الجناحين المميزين عمر كمال عبدالواحد هداف الفريق برصيد عشر أهداف وأحمد رفعت وبيسعى المصري لتحقيق نقاط المباراة لتأمين تواجده في المربع الزهبي ودافز للمنافس الشرسة من سموحه وبرميدز وعقد على ماهر المدير الفني للفريق البورسعيدي جلسة تحفزية مع لاعبي فريقه وطالبهم فيها بالفوز على الزمالك للعودة للمشاركات القرية بعد تأمين التواجد في المربع الزهبي وحذر على ماهر لاعبي من مفاتيح لعب الزمالك المتمثلة في أشرف بن شري وأحمد سيد زيزو والعائد من الإقاف نحمود عبد الرازق شيكبالا بالإضافة لللاعب سيف الجزيري وطالبهم بعدم ترك مساحاتنا هؤلاء اللاعبين لعدم تمثيل خطورة على مرمى المصري خلال المباراة بيعيش نادي الاتحاد السكندري فترة من النتائج المتزبزبة في بطولة الدوري فبيحتل مركز لاياليق بعراقة وأصالة نادي بحجم زعيم الصغر فبيقع في المركز الثامن برصيد 31 نقطة مع العميد حسام حسن لم يتزوق الاتحاد السكندري طعم الفوز منذ خمس مباراة في بطولة الدوري ولكن على الرغم من النتائج السيئة لزعيم الصغر في الفترة الأخيرة إلا أن النادي بيعيش فترة من الاستقرار الإداري تحت رئاسة محمد مصالحي واللي بيمنح حسام حسن صلاحيات كاملة وجدت السقافي لحد نهاية الموسم الجاري وسادت حالة من الغضب بين جماهير الاتحاد السكندري بعد الخسارة أمام المصري بعد قرار الحكم إبراهيم نور الدين باحتساب رفلت جزاء ضد زعيم الصغر وإلغاء هدف أيضا فأعربت إدارة الاتحاد السكندري عن استياءها ورفضها تحكيم إبراهيم نور الدين في أي مباراة حتى نهاية الموسم الحالي وزاد إيقاف حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري أربع مباريات غضب جماهير زعيم الصغر بسبب المواجهات الهمة للفريق خلال الفترة القادمة فبيسعى لتحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري والعودة مرة أخرى لطريق الانتصارات وبتنتظر جماهير زعيم الصغر الكتير من الجهاز الفني الحالي فبتأمل في دخول نادي الاتحاد المربع الزهبي والمشاركة في بطولة أفريقيا في الموسم المقبل واللي غاب عنها النادي لسنوات طويلة ماضية ما فيه شك أن نادي الاتحاد من الأندية الكبيرة والعريقة وعندها شعبية كبيرة جدا من جماهير جميلة بتعشق اللون الأغضر بتعشق فريق وبتعشق مدينة اسكندرية وبالتالي دائما بيفرز نادي الاتحاد مجموعة من اللعبين المميزين على مدار تاريخه طبعا بالإضافة طبعا إلى الشكل الجمالي للعب في اسكندرية وكل التفاصيل اللي ممكن تتكلم عليها في الاتحاد السكندري وجماهيره ولعبته ودائما طبعا بنسعد بالتواجد دايما بنجوم نادي الاتحاد معي واحد النهاردة من نجوم نادي الاتحاد الكبار وجميل طبعا بكل الكلام اللي ممكن أقوله عليه ويعني فكرة الإدارة الفنية لما بيبقى متواجد حاجة محترمة والإدارة بشكل عام كمدير للكرة في وقت من الأوقات مع نادي الاتحاد كان شيء مميز كابتن النهاردة اللي موجود في البريمو كابتن محمد إبراهيم كابتن محمد تحاية رحيطة كابتن محمد ننشعرهم نعم في الستوديو دي حاجة صحيح جان كتن يعني إزاي إتا عنك ابن كبير كده بشوفه طولك ما شاء الله معينك يعني اللي يجي يديك سن 17-18 سنة طبعا يعني من بداية الحلقة يعني نازل يديك واحدة كده اه احنا منقطع في بعض دائما عمي شايف حبيب فروغ ربنا يخلي لك أولادك ودايما كده بنسعد بيك يعني النهاردة احنا عندنا كلام كتير عن الاتحاد احنا في البريمو هنا دايما بنحط طبعا عندها الشعبية ودي الاندية اللي دايما بتدي مزاق لكرة القدم من خلال الجمهيرة وإن كان طبعا الجمهير ما بيتش تخش زي الأول ما بيتش موجودة فالحتة دي راحت لكن مازال طبعا جزئية الجمهير هي اللي بتزق الاندية دي في التوجد بشكل جيد في المبارات نحن كلمك من على طول ايه السر اللي تراجع النتائج بالنسبة لنادي الاتحاد في الفترة الفاتحة كتن من وجهة نظرك يعني بداية يا فاروق ان احنا لما نتكلم على النتائج نادي الاتحاد السنة دي برضو احنا النتائج مش وحشة ولكن يمكن الظروف اللي حصلت للفريق برضو في فترة من الفترات اصابات مع الاقافات يمكن تراجع شوية في الفترة الأخيرة ولكن انا شايف ان الاداء في موطش المصري يمكن من الافضل المبارات اللي عملناها في الموسم ولكن كان الحظ يعني الموسم يا كابتن ها اه يعني دي كانت من افضل المبارات اللي انا شفتها لنادي الاتحاد في ظل غيابات عديدة يعني كان عمار مش موجود سيسي مش موجود كان مجموعة كبيرة جدا مش موجودة في الفرقة ولكن خسرنا واحد صفر بدربة جزاء لينا هدف يعني برضو علامات استفهام على التحكيم في الفترة الأخيرة كابتن انت مؤيد الموضوع عن فكرة التحكيم لان مش ماتش واحد على فكرة احنا بنتكلم نادي الاتحاد مش ماتش واحد كان عنده اعترضات على التحكيم طيب احنا خلينا نرجع للسنة اللي فاتت يعني انت بتكلم انا بتكلم من مباراة النورية النادي الاتحاد مكسبش اي مباراة نتكلم في خمس مباراة او اربع مباراة كابتن لا خلينا ما نعديش النقطة دي انا مش عدي عليها حدك قولي لا ان احنا السنة اللي فاتت برضو كان فيه والسنة دي النادي الاتحاد طلع بيان بعدم موجود يعني احنا مش عايزين كابتن ابراهيم ما احترامنا ليه طبعا وكل حاجة لكن قالوا ان النادي كمجلس ادارة بقية الستاذ محمد مصرحي والمجلس بالكامل مش عايزين ابراهيم نور الدين حكم النادي الاتحاد ولكن برضو كل مباراة لازم يبقى فيها مشاكل سواء مباراة الجيش السنة اللي فاتت السنة دي مطش المصري السنة اللي قبليها فكان يعني خلاص فيه مشكلة وانت بتتكلم فروق من اول الحلقة النادي جماهيري لازم تحترم ورغبة الجماهير ورغبة المجلس ورغبة النادي يعني يا جماعة برضو نادي الاتحاد مش عايز كذا يعني حتى اتحاد الكورة المفروض ان هو مش كابتن مع الاهل وزمالك ما كانش عايز حكم مصريين الاتحاد برضو شو قولك انا مش همشي ورا الاندية انا مقولتش مش عايز حكم مصريين لا بمش قصدي انا بتكلم يعني انا مثلا الاهل وزمالك انا مش عايز حكم مصريين كانت تحدي الكورة قرر أن يبقى الحكم مصري موجود فيه في المباراة زي كده وبالتالي أنا لما أقول لأنا مش عايز الحكم ده فأنا بالتالي أنا بمشي مع الأندية في قراراتهم هما هيدخلوا في قراراتي وهي دي نقطة مش تدخل والله ولا حاجة هي من القصة مش تدخل ولكن هو سوء توفيق للكابتن إبراهيم معنا في اسكندرية كبير أنت بتكلم متتالي الموضوع متتالي التاريخ بيقول كده ما فيش مباراة في اسكندرية عشان كيرا كان فيه تحافظ يا كبتن من وجهة نظر بالنسبة من الجهاز وحتى يعني بتكلم نفيه عامل يعني حتى بعد المباراة حسين موقوف يعني توقفينه ليه احنا عايزين نعرف هو موقوف ليه موقوف لسبب أن أحد العمال نزل لأرض الملعب ولا هي اللايحة بتقول إيه اللايحة بتقول أن المفروض كده يعني هو ده اللايحة لكن احنا مش عارفين برضو هو توقف ليه يعني هو القرار فيه سلوكة كابتن حصل من كابتن حسين لكن ايه هو حتى الآن فعلا ما تمش مش عارفين البيان في حاجة ذا كده يعني أو توضيح الأمور دي فيعني نتمنى الفترة اللي جاية يعني يبقى الحكام للنادي الاتحاد على القدر المسئولية على الأساس أنه هو نادي جماهيري وليه قاعدة عريضة يمكن تالت نادي أنا بالنسبة لي نادي الأول يعني بالنسبة لمصر يعني هو نادي الاتحاد بقعدته وهو مدينة كاملة يمكن تعداد سكان كله اتحاد فيعني دي لازم تتحط في الاعتبارات أن احنا نادي يعني برضو يوازي الأندية الجمهارية الكبيرة انتحادك شايف نادي الاتحاد كان مفروض يبقى فين كابتن أو كان إيه اللي مفروض يتعامل ما تعملش الغاية دلوقتي من وجهة نظركة محمد لا أنا شايف نادي الاتحاد السنة دي برضو ماشي بخطة كويسة ولكن سوء النتائج الفترة الأخيرة هي دي اللي يمكن قصرت علينا شوية لكن لو نتكلمنا على الدور الأولاني احنا محققين نتائج كويسة بس يعني هي برضو طموحك كان فين السنة دي كانت من وجهة يعني أكيد كان حاج محمد مصالح حطت أمور معينة في السنة أنا كان نفسي السنة دي نبقى في مربع يعني احنا نتمنى كشعب وكجمهور نادي الاتحاد وكمحبين لنادي الاتحاد وأولاد نادي الاتحاد احنا نفسنا نبقى في المربع ندخل في بطولة أفريقيا تاني وندخل في زمار البطولات الأفريقية دي تاني لكن ربنا مش رائد لكن عندنا أمل السنة دي أن احنا لسه فيه مباريات كتيرة في حوالي 8-9 مباريات لسه موجودين وعندنا مباريات وراء بعض في اسكندرية يعني معقولة عندنا الجونة في اسكندرية وبعدين المقصة عندنا المقصة في اسكندرية وعندنا كذا ماتش في اسكندرية كويسين والزمالك كتن هتلعبوا برضو في اسكندرية والزمالك في اسكندرية يعني فيه كذا ماتش في اسكندرية وبره اسكندرية يعني النهاردة بره وجوه كله زي بعض لكن إن شاء الله عندنا أمل أن احنا نحق مركز كويس في الفترة اللي جاي إن شاء الله نحق أكبر عدد من النقاط الشغل الفني كاتن في الفريق من وجهة نظرك أنت بتقول حياتك أن أحسن ماتش نادي اتحادها ولعب وماتش المصر من أفضل مباراة السنة دي إيه كانت المشكلة في الفترة اللي فاتت هل تشكيلة الفريق كان مفروض أنها تلعب بشكل مختلف فبالتالي كاتن حسام حسن في الماتش اللي فات عمل تشكيلة مناسبة فبالتالي يبقى الشك أفضل بس خلينا نبقى وقعين يا فاروق يمكن كاتن حسام هو شايف طريقة معينة بيشتغل بيها الفترة اللي فاتت كلها ودي برضو كان فيها عدم تثبيت التشكيل وعدم تثبيت التشكيل يعني شوية مش هنقول في الحتة اللي فوق أو في نص الملعب يمكن الحتة اللي في خط الظهر في حتة المساكين كان داميان لوي الأساسي بتاع المجموعة الوراء لعب معها بقى سيد سالم لعب معها رزق لعب معها مروان نجار لعب مجموعة كبيرة جدا في الحتة دي لعب عبد المحمد ولد الصغير ما علينا فلا فمجموعة كبيرة جدا لعبت في المنطقة دي يمكن هي دي اللي عاملة خلل شوية في المنطقة دي بعدم السبات طب من المنطقة حرص المرمى برضو كبتا وكانش فيها سبات كان عماد السيدة لا عماد لعب في أول الموسم حوالي 3-4 ماتشات وبعد كده صبحي أعتقد راكب الماتشات كلها لا يعني دي ما فيهاش مشكلة خالص أنا مش شايف فيها مشكلة وفيه مجموعة تانية برضو كويسة معاهم في حراسة المرمى زي عمر خليل ومجموعة تانية بس طيب خط الوسط كابتا ما كانش فيه أي تغييرات في نص الملعب في حتة التشكيل وتثبيته نص الملعب يا فاروق أنت بتغير فيه حسب كل المباراة ونص الملعب يعني اللي اشترك فيه منجة على خلد الغندور على مجموعة برضو مش كتير قوي يمكن حسام عشور اشترك في المباراة الأخيرة ولكن ربنا أراد أنه هيتصاب ألف سلامة على حسين طبعا وكان هيبقى أضافة الفترة اللي جاي لإنه مستوى كان في تصاعد يعني لكن نص الملعب أعتقد أنه هو أفضل المناطق اللي عندنا كانت مسكة نفسها في الفترة اللي فاتت طيب أنا هكلم عن كابتن هرجع واره شوية معلش أنا لازم برضو وأنت فرصة وحياتك وأنت موجود أعرف السبب الرئيسي في ما شيان الجهاز الفني السابق كابتن ونت قد ما تواجد في الفترة دي يمكن يا فاروق وهي حاجة غريبة يعني لا هي مش غريبة ولا حاجة هو حصل أنه عدم توفيق عادي قد ما بيحصل كتير لا بس إحنا طولت شوي يعني إحنا بعد الدور الثاني بعد الكورونا وبعدين بدأنا نشتغل في الدور الثاني كان فيه عدم توفيق غير عادي غير عادي بنخسر كل المباراة تمكن في ديئة 90 ديئة 91 كانت مش موفقين خالص وبالتالي ساعات كده أنت بتبقى عامل كل اللي عليك ولكن الأمور مش ماشية زي ما أنت عايش مش ماشية في النصاب الصحيح اللي أنت رسمه أنت من مركز رابع لأن أنت بتحقق نتائك في الدور الأولاني وجايب عدد ابنات كويسة لأن أنت مش عارف تأخد حتى بنت فقعدت فترة طويلة جدا إحنا مش عارفين نكسب مباراة ممكن نكسبنا بس بمباراة الإسماعيلي في الإسماعيلية وبعد كده الأمور يعني بتعمل كل حاجة وتخسر في ديئة أنت لو خدتوا قرارة كابتون أو لمجلس الإدارة في الوقت؟ لا لا كابتون هو اللي خدت قرار وبمباركة بينا يعني وأن احنا نمشي لأن احنا مش موفقين وكانت ضغط جامد جدا أن احنا كنا كنا يعني برضو مطالبين بأن احنا نبقى في المركز الرابع أو نبقى في المربع وكانت الأمور ماشية كويس قوي في الدور الأولين ولكن الأمور راحت كما احنا أنا عايز أقارن الموقف بتاع الكابتون بالموقف حالي حتى الآن ست مباراة تقريبا النادي الإتحاد مش عارف يكسب فهل ممكن يحصل مقارنة؟ وكمان عايز أقول لأن الجماهير برضو تعرف جماهير الاتحاد أنا راجل اللي عبت هناك يعني الجمهور عايز يكسب عاته عايز تكسب برضو كنت متواجد فيه من أفضل الفترات لأن محستش بعدم موجودة في النادي الأهلي بالشكل الكبير وفي ظل طبعا جماهير الاتحاد هنا مقارنة كابتون ما احنا بنتكلم برضو نفس الشيء هنا الاستياء اللي موجود من الجماهير وعدم النجاح في الفوس ومباريات بالنسبة ليه النادي الاتحاد أعتقد نفس الموقف يعني يعني الموقف مش هقول مشابه ولكن احنا كان الأمور كانت أصعب شوي كان الضغط يعني قوي جدا إن احنا ما دخلناش في المربع الزهبي وإن احنا ما وصلناش لحتة الطموح الفريق كان الجمهور كان عايزها وبالتالي كان القرار الاعتذار يعني يمكن كان فيه حسية شوية إن كل الجهاز كان من ولاد النادي يعني دي كانت مسببة مشكلة شوية أنا شايفها كانت مشكلة مش شايفة كانت انت بتفضل دائما النادي الاتحادي بقى من ولاد النادي كابتون ولا من بره مدام انت بتتكلم على الحسزة زي دي لا يعني هي قدرات يا فاروق هي قدرات لكن انت ما تقدرش تقول انت بتفضل ايه ومتفضلش ايه كل مرحلة وليها وقتها ايه يا كابتن يعني انت بتتكلم حسزة زي الحسزة دي مع ابن النادي بتبقى مختلفة عن حد يعني انت ما بتقول انت أول ما تعرضته لحتة كده عدم توفيق السلام عليكم لا بس مش حتة هي حتة طويلة شوية هي قعدنا شوية كتير او قعدنا بتعتمنا تسعمة شوية ما كنتش بتنزلوا يا كابتن ما كناش بننزل بس يعني الضغوط اللي حوالينا كانت الأمور صعبة شوية يعني أنا كنت شايف ان هي صعبة بس أنا أقول لك حاجة هي غلط ان انتوا خدتوا القرار ده انا شايف كده لكن انت عايز تبني فريق وتعمل نتائج لازم الأمور تبقى في استقرار استقرار فني اه طيب هطلع لفاصل كابتن وهرجع حوالتك نتكلم طبعا ما زلنا في نادي الاتحاد وبرضو كابتن إبراهيم محمد إبراهيم مرتبط جدا بالكابتن طلعت وبالعجب يعني كابتن طلعت في ليبيا دلوقتي وقتك ده السبب بس أطلع لفاصل تقولي لو ده السبب فعلا ولا لا فاصل كاملين مع كابتن محمد إبراهيم طب كاملين مع كابتن محمد إبراهيم وحادثنا طبعا نادي الاتحاد النادي الكبير والعريق والشعبية الجارفة في مدينة أليسكندرية كابتن محمد كنت بس أرحيتك على الفريق برضو احنا بنتكلم على اللعبين دايما فيه لعبين مؤثرين في كل جيل وكل فريق من وجهة نظرك يعني مين اللعيبة اللي ممكن تكون متأثر بها فريق الاتحاد لو مش موجودين يعني من ضمن اللعيب السنة دي السنة دي لا فيه كتير طبعا سيسيه دي نمرة واحد سيسيه هدف الفريق سبع أهداف سيسيه مؤثر جدا مع نادي الاتحاد في سنين أربع سنين فاته فسيسيه طبعا نمرة واحد هو أكتر واحد مؤثر السنة دي عمار عمار من اللعيبة المميزة جدا المهارية عندهم حلول عنده حلول على المرمى سيد سالم طبعا مفتاح لعب غير عادي لا فيه كذا لعيب في الاتحاد آه طبعا بتقولي على اتنين أكتن هيرجعوا ناديه ومس سنة الجاية نادي الاتحاد بقى يعمل ايه لا يعني ان شاء الله أيوة ده اتنين وأنا بقى متفق معك جدا انهم هم مؤثرين سواء عمار أو سيسيه سيسيه يرجع الزمالك وعمار هيرجع لأهلي وبالتالي نادي الاتحاد مين هل فيه في النشئين محمد لعب الغني ده محمد لعب الغني انت كنت بتكلم عليه طبعا لعيب كويس جدا لعب بيقدي في مراكز كتير جدا لعب هو أساسا وينجليفت لعب مع كاتن حسام سيردباك وقدى فيها بشكل مرضي لعب في نص الملعب المباراة اللي فاتت كان مؤدي دور عشرة على عشرة مؤدي دوره على أكمل وجه ده لعب من ناشئين نادي الاتحاد وتصعد في الفترة اللي احنا كنا فيها سعدناه في الفترة اللي كنا فيها في مروان عطية ناشئ من ناشئين للتحاد برضو بيتوظف كويس قوي في الفترة الأخيرة ان هو ديفندر كويس قوي بيقدي برضو دوره على أكمل وجه فأنا شايف ان نادي الاتحاد يعني فيه ناشئين كويسين فيه مجموعة بتطلع كويسة فيه مجموعة أساسية موجودة الفترة اللي فاتت كويسين ممتد عقدهم لفترات طويلة لسه زي السادس سالم لسه متجدد عقده منجة من الناس الأساسين اللي موجودين عندنا خالد الغندور اتجدد عقده موجود مع النادي الاتحاد من اللعيبة الأساسين المؤثرين في النادي داميان لوي لسه جاي السنة دي لعيب كويس جدا روماريو الفرود لعيب هيل فانت النهاردة فيه مجموعة لعيبة كويسة جدا تقدر تبني عليها لسنين قدام انت طالما فيه استقرار انت تتكلم على سي سي ان شاء الله يكون معنا يعني الفترة اللي جاية انا اعتقد ان هو اخر سنة ليه في الزمانك واعتقد هو انت عندك محمد صبحي برضو محمد صبحي طبعا من الخراس المميزين واعارة لكن انا بتكلم على المؤثرين انت حراسة المرمة برضو عندنا مجموعة كويسة من النشئين الاتحاد عندنا صبحي برضو ولد تاني صغير اسمه صبحي متصعد برضو من النشئين وفي عمر خليل من نشئين النادي برضو متصعد موجود مع الفرقة بقى له فترة طويلة ورح اعارة سنة ترسانة كان كويس جدا فانت النهاردة في قوام كويس قوي للفريق معمول قوام كويس للفريق بتبني عليه لو انت تتكلم في سي سي ان شاء الله يكون معنا السنة الجاية لو تتكلم في عمار ان هو هيرجع او مش هيرجع لسه برضو مش باين الكلام ده نتمنى ان هو يكون موجود في نادي الاتحاد ولكن انت تتكلم في اتنين تلاتة لعيبة اربعة لعيبة هما دول اللي ممكن يبقوا مش موجودين معاك ده في نفس الوقت ان انت ممكن الاربعة لعيبة دول تقدر لكن انت النهاردة مفيش عندك اعارات خمسة ستة عشر مفيش كلام ده خلاص في نادي الاتحاد من السنة اللي فات كان السنة اللي فات اعارتين او تلاتة كان رفعت وسيسي برضو وكان غباشي يعني هما تلاتة السنة دي برضو نفس الكلام هما تلاتة اربعة فانت النهاردة عندك قوام كويس قوي الحمد لله تقدر تبني عليه لسنين جايك كتير وانت موجودة كابتن يعني انا برضو كنت موجود في الاتحاد وعارف ان في بعض الامور ممكن مشاكل لكن فترة اللي فاتت في ظل وجودك او في الجزء الاداري وانا كنت داما بتعود عليك في الجزء الفاني ومشاء الله انت نجح هنا وهنا وانت نمسك الخشف حبيبي يا فاروق ايه اللي ممكن يكون جديد في نادي الاتحاد في النقطة دي الجزء الاداري يعني بص فاروق الفترة اللي انا مسكت فيها كان فيه يعني انا مش عايز بس اتكلم كلام يعني مش بمجت في نفسي ولا حاجة والله ولكن كانت الامور الادارية انا جيت في تولي الاستاذ محمد المصلحي لمجلس الادارة تمام يعني انا بدأت معاه في تولي مجلس الادارة وده كان بإلحاح منه ان انا بقى مديراً للكوريان تمام الحمد لله لأ كان فيه طبعاً ما كانش فيه نظام ما كانش فيه سيستم يعني بمعنى اصح يعني لكن ات عمل الحمد لله سيستم كويس الحمد لله يعني النادي ماشي عليه مساهلين حتى لجهاز الفاني لكل اللي جاي يعني اللي جاي كله هو فيه سيستم اتعامل الحمد لله استمر فيه بقى لنا 3-4 سنين دي بقى واجت نظرك الجزء الإداري في التوقيت ده أضاف حاجة؟ بتاعي لا في التوقيت ده كابتن إبراهيم حسن آه طبعاً آه طبعاً آه طبعاً إبراهيم أخ عزيز طبعاً وحبيبي هو وعلى علاقة طيبة وحبيبي يعني على طول معي طبعاً هو بيرجعوا لك في وقت كابتن؟ أو كابتن إبراهيم بيرجعوا لك؟ عمل زبط وربط في الفرقة يعني أعمل حاجات كويسة الحمد لله تبرم حسن دي أخ كانت عصو حسن عايز إيه طيب إحنا حضرت معهم أنا في الاتصالات فترة كده كانت يعني كان طبعاً في بداية حقياتهم التدريبية والإدارية للكابتن لا هم طبعاً كريزمة النجوم الكبار برضو بتفرق مع الخبرات ومع طبعاً تعدد الأندية وخبراتهم كل نادي مختلفة كابتن لا واحترافهم يعني هم واخدين الموضوع من انتحت خالص يعني لا يعني هم واتمرانوا مع مدربين كتير جداً عندهم خبرات بكل حاجة يعني لا طبعاً هم موضوع يعني طيب هكلمك في الوقت ده وهرجع برضو لجزئة التحكيم لأن دي هي في الفترة اللي فاتت كانت واضحة من ضمن القرارات اللي حصلت حال هيفضل الوضع كده بالنسبة ليه في كل المباراة ممكن يحصل المشكلة كابتن بالنسبة لنا دي التحكيم في ايه احنا دووقتي كابتن حسن حسن توقف كم مرة السنية دي لا مش عارف تقريباً مرتين او تلاتة صح جماعة بس حد يقول لي مرتين ممكن اه اه ممكن دي اول مرة لا لا مرتين مش عارف حد بس اكد مرتين مرتين كابتن العداد بيقول لي مرتين ماشا هم ما هو يعني هي فكرة ايه بس المرة دي احنا مش عارفين ليه بل اه انت بتطلب يعني ايه حيثيات الاقاف ايه حيثيات الاقاف نعم يعني هو الاعداد بيقول لي ان يعني يعني اجماعة ده كان بيان خرج ولا ده اه يعني كان فيه تعدي على الحكم بالالفاظ يعني مش عارف مه ما عارف مه مه ما عانديش تحليق مه ما عانديش تحليق للموضوع طيب خلينا برضو اخذك لحاجة هل التحكيم هو سبب تراجع لا 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 مش هنقول التحكيم يعني لا لا مش كل حاجة تحكيم انا بتكلم على المباراة دي بالتحديد اه مباراة دي بالزي يا فاروق انا بتكلم على المباراة دي بالتحديد بس لكن التحكيم بشكل عام لا يعني مش هتكلم مش الموضوع التحكيم اه ليك وعليك يعني كانت حسن وقبط ابراهيم مهما بقى في المدرجات عسل برضو مضش الجاش مين اللي بقى لهايقود كده كانت انطارق يعني اصل استاذ كندرية هتبقى الامور قريبة الامور قريبة طيب ماهم ترق سليمان وحسن مصطفى يعني الفريق محتاجي للفترة الجاعة عشان لو يقدر يوصل للهدف المنشود بالنسبة له هو المرابع الزابي ومش بعيدة مش بعيدة يعني لا مش بعيدة ما احنا بنقول احنا ان شاء الله عندنا مباراة في اسكندرية وعبر اسكندرية يعني احنا اللي جاي الجونة اسوان المقصة المحلة يعني في مباراة هتقدر تاخد منها هتاخد منها ان شاء الله تلتة نقاط يعني انت تكسب مطشين تلاتة توصل خلاص في المربع الفرق ايه بينك وبين المربع ما فيش مش بعيد يعني الموضوع مش بعيد خالص يعني فهم ازاي اه بس انا عايز اقول لك ان الاتحاد عنده الجونة المطش اللي جاي اه والجونة محتاج برضو لان احنا بقى عنده مشكلة في الترتيب وفي الجونة كل اسوان برضو واسوان اه وانت محتاج فالانت حط لنا الجدوى المشوار الاتحاد على الشاشة اه يعني انت تكسب المطشين اللي جايين ان شاء الله تبقى في حتة تانية انا مش قصدي يعني انا قصدي ان انت الستة التلات نقاط بيطلعوك كم مركز صحية اه يعني بيطلعوك كم مركز مين بتشوفه في الدور السنائي كابتر من الانديل يعني مفاجأ بأداءهم ونتائجهم محل ايه محل محل طبعا اه طبعا طبعا محلة ولا اروع محلة لما يبقى في المار مع ان اكدت المسلا المحلة مشترياش لعيبة مشترياش لعيبة ما هو دل عشان كده انت بتقول يعني الناس بتقول سيراميكا مم لا سيراميكا جايب اه منتخب مم يعني جايب منتخب مم لكن المحلة مشترياش لعيبة مم يبقى الحسن الاسود النهاردة محلة مم كتبت خالد عيد اه طبعا مم كل الاسماء اللي موجودين يمكن لعب معاك يا فاروق مم فتح مبروك الباكليفت ايو ايو اعتقد اللعب معاك لا ملحب 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 يعني هو فتح مبروك بس اه عند 37 سنة لكن بقيت الاسماء انت متعرفش حد فيهم مم النهاردة كلهم اه ما شاء الله يعني مم ما شاء الله بصراحة عاملين اه عاملين مباريات كويس اوي اوي يعني بصراحة انا شايف المحلة طيق يعني المحلة انت بتشوف ان هو حتى كمدير فني هو الافضل مسلا في الدول طبعا ميش يا كابت اه انا باخد منك التصريح ده صراحة يعني اصل ده واقع اه انت النهاردة المحلة باسماء اه كسب الاهلي والزمالك كسب الاهلي والزمالك تعادل مع بيرامدس تعادل مع بيرامدس اه تعادل مع الاتحاد ولا كسب التحادل اش مكتر النتائج صراحة انا بس هو التلاتة الكبار انا بقول وعرف يتعامل معهم بشكل يعني بالزبط جاي جد فانت النهاردة المحلة لا محلة يعني صراحة اه فرقة طيب كابتن خلينا اقولك من وجهة نظرك في الشكل والاداء بالنسبة للانداء الكبيرة الاهلي والزمالك ونفسيتهم على الدوري مين الاقرب من وجهة نظرك محمد اللي هي مفروض يعني عميقة سواء فنيا او اداريا اه كمنافسة على الدوري فوز بالبطولة في ظل التصدر طبعا الناد الزمالك لكن دي الاهلي يتفضل له يعني مباريات مؤجلة لا انا اعتقد ان البطولة هتفضل لغاية اخر وقت المسلم ده مختلف اه هتفضل معلقة لغاية اخر وقت بالرغم من المكسب الصعب مثلا للزمالك في اخر دي في ماتش طلع الجيش بص النتائج السنة دي فاروق غير متوقعة كلها يعني النتائج كلها غير متوقعة الاهلي ممكن بيكسب في افريقيا يجي هنا مثلا يتعادل مع الاخير زمالك بيكسب الماتش ده الماتش الولا ممكن يتعادل مع برضو قبل الاخير فالنهار ده النتائج كلها غير متوقعة لان كل الناس عندها امل في يا اما البقاء يا اما دخول المربع يا اما منفسة على الدوري فالمنافسة هتفضل مستمرة لغاية نهاية الموسم طيب وانت يعني بتتكلم عالتحكيم بالنسبة للاتحاد رأيك في فكرة التحكيم من مصري بالنسبة لمبارات الحساسة يا كابتن ونجاحه لا انا شايف انه كويس كده جدا يعني فيه اسماء بدون ذكر بدون ذكر اسماء في التحكيم ناس يعني لغوا برا عليهم ولما بيقال اسمهم محادش بيكلم لكن لا تحكيم طبعا بالذات في مبارات الاهلي والزمالك مثلا يعني كان البنة لا يعني امتياز كان حاجة كويسة جدا انت فهم ازاي فانت التحكيم لا طبعا فيه ناس كويسة كتير كتير موجودين كتير موجودين هل الفرق الكبيرة للاهلي والزمالك كبتن بقت دعم بنقول الامور يعني محالة كسب الاهلي وكسب الزمالك هل الامور ما بقتش بالشكل اللي كان قبل كده الفرق الكبيرة ممكن تخول دي حقيقة دي حقيقة انت المهاردة الاهلي نازل يلعب الماتش الجاي عنده مين مثلا في الدوري اي فرقة لا انت مش عارف مين هيكسب انت الزمالك بيلعب الطلاقة خسران واحد صفر وبعدين كسب في اخر ثانية اتنين واحد فانت النهاردة ما تقدرش تتوقع زمان ايما كنا بنلعب الاهلي بيلعب الاهلي كسبان الزمالك كسبان الاهلي كسبان الزمالك خلصان اعم الا لو حصل دروب ولا بتاع للفرق ما هي صحبة الاهلي كان بيروح لاتحاد طبعا صعبة طبعا صعبة جدا ورغم ان جميعين لاتحاد مجرد ان الاهلي جيب جون بتوعى تشجع لا اوكي ازي لا شجعش الاهلي مشجع الاتنينة كتن حمد لا لا مشجع مشجع الاتحاد بس بايش اتحاد بس فالنهاردة لا ما فيش ما فيش ما فيش توقع لأي مباراة حتى الاسماعيلي لغاية اخر وقته انت صحيح يعني كنا زعلني عليه الوضع اختلف الوضع اختلف دلوقتي كزي كسب خمس ماتشات وخسر الماتش الأخير المقولين يعني انت النهاردة ما فيش توقع لأي مباراة هل في مقياس للمدربة كابت انه نجاحه مع الاندية يعني بساعة بنشوف مدرب يبقى مع نادي هايل يروحوا نادي تاني الامور بالنسبة له بتبقى صعبة جدا والله يا فاروق انا شايفها حاجة واحدة توفيق وعدم توفيق في الكرة بتبقى بالشكل الكبير ده اه بالشكل الكبير ده هي توفيق وعدم توفيق والغريبة ان ادارتها اندية يعني بتبقى فاهمة كده يعني عشان بتستعيش بالمدير الفاني لا طبعا في مديرين فانيين بيشتغلوا اه انا بتكلم على اللي بيشتغلوا اه وفي مديرين فانيين ما بيشتغلوش انا بتكلم على المديرين الفانيين كويسي كنت شايف ان في مديرين فانيين ما بيشتغلوش فاعه في الدول ملتاز مسكين فرق كبيرة اه طبعا ويقعد في البيت بيجيلوا النادي الفلاني الفرقة بتنزل معاه بيجيبوه يجيحطوه في النادي الفلاني فلاني. الشغل عندنا فاروق ما بقاش زي زمان. او سوري مش زي زمان. الشغل بقى علاقات. النهاردة الشغل في مصر علاقات. ده هو ده المتقل. لا مش كفاءات. لا مش كفاءات. يمكن اربعة خمسة هما الشغالين كفاءات. بدون ذكر اسماءهم يعني. لكن الوضع العام. لا هي علاقات وتربيطات وكل حاجة من الحاجات اللي انت عارفها دي. والسمصر. والسمصر يعني. او الاجنت. الاجنت ده حقهم. ده شغلهم. انها ما فيوش مشكلة. ده شغلهم. لكن هتدخلني في حتة تانية خالص. ما هي كورة. اصلا عناصر كورة كابتن موجودة في اللي انت بتقوله. سواء بقى ادارات اندية وحق تحكيم وسمصر اللعيبة والاندية. يعني الامور ما هي عناصر كورة. فبالتالي لما بيبقى العناصر. ما انا مغلف الكلام كله. بكلمة واحدة. علاقات. علاقات. بس. قول لي بقى انت مردش مع كابتن طلعت يوسف لإيه لبي. لا يا يمكن. كابتن طلعت هو ده كان قراره. والسؤال ده هو اللي يتسئله يعني. هو اللي يتسئله السؤال ده. احنا اشتغلنا مع بعض فترة طويلة جدا. يمكن تعدي ال13-14 سنة. يعني اعتقد اكتفينا بعض يعني. انت مرحش مع الاسماعيل يا كابتن لما راح. هو مرحش الاسماعيل. ماشي بس راحها. كان هينزل. ماشي. هل كان سبب مرحيله ان كابتن محمد براهيم مش كان شاهد. لا الله معرفش. لا كان في كلام ان انت يعني ان هو ده جزء كبير جدا من اعتراضه وان في التواجد ان محمد براهيم مش موجود معي. مش عارف. انت عارف شو مرح? لا مش عارف. اسأله الاسماعيل ايه او اسأله كابتن طلعت. طيب. اخر سؤال بقى انت انا مش عمل ازنوك بسيت ايه اش عايز تتكلم. لا خالص والله انا بقولك كل اللي جواي. انا ما بقلقش من حاجة على فكرة. انا بقول كل اللي انا شايفه. لكن في حاجات. لكن في حاجات في حاجات. كان الجهاز الفني معاون. انا اه اه افهمك حاجة. ايه? تقول ايه? كان الجهاز الفني معاون في الاسماعيلي. كان بالنسبة كان انطلعت. مين? انه كان عايز جهاز الفني لو بيرتح له. كانت معامل إبراهيم مسلا. ده انا كنتش معايا في ال اه. انا بكلم هو كان عايز. انا بقولك انا ما كنتش معايا. اه انا الناس من dismaylai قالوا لي ان انت مش معايا. كان في اسماع طانية. تمام. وكان في اعتراض عليها. طيب انت ما... انا ما بقلقش من حاجة. انا بقول كل اللي جواي. انا ما بقلق يعني. لكن لما كون بقول حاجة يا فاروق. بكون قايلها عن اقتناع او قايلها ان انا شايف فاروق قدامي. تمام. فاروق قاعد قدامي. لكن ما قدرش اقول على حاجة انا ما شفتهاش وامعرفهاش. ماليش. شفيعة. ماشي. ماذا لي يا كابتن بقى قولي انت بتحب التدريب أكتر بقى ولا الجزء إداري. يعني دلوقتي كابتن محمد فترة جاية فني ولا قديري يعني نجاحك في الإداري طبعا ده حاجة جميلة بس أنا خدت خبرات أنا خدت خبرات كيف. آه يعني في حدة مدير الكورة دي يا فاروق خدت خبرات كتيرة جدا. أنا اشتغلت فيها حوالي 9 شهور أو 8 شهور. أخدت فيها خبرات كتيرة جدا. وفدتني كتير جدا. يمكن فدتني على المستوى الفني كمان. على مستوى إدارة الفرقة. إن أنا أدير فرقة ازاي فهم ازاي. فدي كانت حاجة كويسة بالنسبة لي. أنا بالنسبة لي الفني طبعا هو ده نمرة واحد بالنسبة لي لكن أنا الشغل أو العمل في المجال الكورة بشكل عام أنا بيرضيني وبيرضي غروري. لكن طالما وفقت على أي شغلانة في المجال نفسه مجال الكورة بشكل عام لأن هي دي شغلتي وأنا بحبها هتقنه الحمد لله. لأن أنا بسعى إن أنا أوصل أحسن حاجة فيها. الساعة كتن للجزء الفني هتبقى لوحدك ولا برضو كده ما كتن طلعا. لا خلاص دي صفحة تقفلت بالنسبة لي. صفحة تقفلت. جميل. لا الوحدة إن شاء الله أو يعني أنا مش عارف إيه اللي جاي. فاروق إحنا كمجال أنت عارف أنت النهاردة ما تبقاش عارف إيه اللي جاي. ممكن يجي لك لوحدك يعني الله أعلم أنت مش عارف فين رايح. لكن هو الشغل في المجال نفسه هو ده الأساس. فأنا أشتغل في المجال ممكن يمكن أشتغل في الإعلام رياضي. السلام ده تتنور بس تكتر من علاقاتك شوية كتر مش هيكريت. نورت شرفت كتر محمد. الله كذي فروق أنا مبسوط بندنا معيك. وقالي فترة مش هفتكش. بس شوفك كده بالصدف. إن شاء الله يريدنا أن ننطقيك على خيرك. رب نخل لك. شكركوا كله. وسلامنا طبعا للحجم حمد المسلحي وكلها أهلس كدرية. حبايبي يعني من زمان تعرف علاقة بيكو عاملة إزاي. شكرا كتر محمد نورتين شرفتيني. مكملين مع حضراتكم طبعا بشكر كتر محمد إبراهيم واحد من نجوم نادي الاتحاد. مدير الكرة الصابق نادي الاتحاد ونجم كبير. يعني ككرة بقى. لما تفرجش كتر محمد من اللعبة اللراسية والعقلة والجميلة جدا في كرة القدم بشكره شكرا جزيلا. كل التوفيق طبعا لنادي الاتحاد في الفترة القادمة معايا بعد الفاصل. أستاذ محسن لم نومو. أستاذ رمي عبد الحميد. نتكلم بقى على صعود النادي الأهلي للدور قبل النهاية وأيضا بيرامدز أيضا في الكونفدرية صعوده للدور قبل النهاية. نتكلم برضو على الأرقام الخاصة بالدوريات الأوروبية من خلال توجودهم والنتائج الخاصة بالدوري الإنجليزي النهاردة ومفاجآت في هذا الدوري المثير ودايما بيمتعنا من خلال هذا الدوري. فاصل ومكملين مع حضراتكم. برحب بحالكم مرة تانية. مكملين مع حضراتكم طبعا وكلامنا على تأهل النادي الأهلي للدور قبل النهاية وأيضا بيرامدز ده احنا بنكلم في دور الأبطال طبعا وبيرامدز في الكونفدرية أيضا وتأهله للدور قبل النهاية كل التوفيق طبعا للفريتين احنا بنكلم السنة اللي فاتت تقريبا كان شابه الوضع ده. بيرامدز هو اللي مكمل والأهلي والزمالك هم المكملين لكن السنة دي زمالك طبعا بعد عن المنافسة في هذه البطولة والأهلي هو المنافس المصري الوحيد المتواجد في هذه البطولة. توفيق إن شاء الله لفريق الأهلي والحصول على البطولة العشرة فيرامدز أيضا في الكونفدرية إن شاء الله كل التوفيق ليه ويعوض خسارته في النهاية في النسخة السابقة ويبقى أولى البطولاته في البطولة الأفريق إن شاء الله كل التوفيق ليه ومش بعيدة طبعا الأمور بالنسبة له مركزه بس شوية والأمور تبقى بسيطة خلانا نرحب بضيوفي في الستوديو أستاذ محسن لملوم الناقد الرياضي وأيضا أستاذ رامي عبد الحميد الناقد الرياضي هنتكلم بقى على كل التفاصيل الخاصة بالتآهل للفريقين والسوبر أفريقي وأيضا المفاجآت في الدوريات الأوروبية والوصول لدولة الأبطال طبعا من خلال الدوريات الأوروبية. سيد محسن براحب حياتك أهلا بيك. نور. دائما بناستمتع بيك حبيبي. ربنا يكرم. أهلا بك شكرا سيد رامي براحب بيك. نور. الله يخليه كل سلام شادي. كل سلام طيبين ويحن رسل خليلين من عيد لكن الدوري والبطولات شغالة ما فيش وقوف. الأهلي بيصعد للدور قبل النهاي في المباراة بشوفها تيك تيكين كتعالي يا سيد محسن رأيك في هذا اللقاء. ايه وتأهل نادي الأهلي لا أنا بسم الله الرحيم طبعا على عكس أغلب الناس اللي بيقولوا للأهلي كان ظهر بشكل سيء. يمكن الظروفية اللي حكمت كده على النادي الأهلي إنه هو ضغط المبارات كان بصراحة في الفترة أخيرة كان قاسي شوية على النادي الأهلي بسبب نو كان بيلاعب كل 3-2 مارش طبعا حسن فعل نو أجل حتى مارشين قبل المباراة بتاع سندونز الإياب وقبل طبعا الصبر لأفريقيا عشان يدلوا شوية أريحية. يمكن حتى صحف جنوب أفريقيا كانت كلمة النهاردة على إن موسيمانيا قهارنا والنادي الأهلي يلاعب مباراة عليها جدا لأن التك تيكين كان نادي النادي الأهلي على النوى ساب طبعا الاستحواذ تماما لفريق سندونز مع بعض 3-1. هو ده اللي مطلوب لأن أكيد لكل مباراة ظروفة خلاني خلاني أقول لحركة معلومة إن سندونز أقوى فريق كان في دور المجموعات أقوى فريق بين كل الفرق حقق بصراحة تقريبا 13 نقطة فاز ذهابا إيابا على مازينبي وما أدراك ما مازينبي. صحيح. هزم شاباب بولوزاد هزم الهلال السودان حتى كان هزم بولوزاد تقريبا بالخمسة. خمسة واحد في المباراة ولهو ممكن المباراة بالنسبة له الأمور محسومة فخلاص مش عايز يجازف يعني أو مش عايز يخسر حد فعشان كده رايح أغلب اللعبة لكن هو بصراحة كان أقوى فريق في التمانية. أنا فوجة نظري كان أقوى فريق هو ولودات بالنتائج بسببات التشكيل. فكل الرياد الأهلي هذا الفريق من طريقه فبصراحة هو قطع مشهور كبير جدا نحو البطولة لأن الأهلي طبعا عينوا على البطولة في الآخر مش ماتش ماتش. صحيح. وصول النادي الأهلي دائما للمراحل دي بتبقى يعني بشوف أنها بتبقى خطوة للحصول على البطولة. بالضبط لو دائما الأهلي بيعلم مع الخطوات دي مع الوصول للنهاية. مثلا الأهلي هتلاقيه أقوى في نصف النهاية من ربع النهاية. مثلا لو قابل الترج في ربع النهاية تبقى بفرصه. مثلا ممكن أقول 50-50 لكن لما قابله في نصف النهاية أنا على المسؤولية تقولك 60-40 لصالح الأهلي. لو قابله في النهاية قدر أقولك 70-30 لأنها دائما الفرقة الكبيرة لما بتصل للنهاية أو بتخش في الأدور النهاية بتتشبس فيها أكتر. وبرضو شايف من حصن حظ النادي الأهلي على عكس كل الناس اللي بتتكلم تقول كان بلوزداد أفضل وكان أقرب. لا الترجي كان أفضل للنادي الأهلي أو أفضل نادي الأهلي من بلوزداد. هقول لحركة ليه لأن ممكن يكون بلوزداد تفضل. لا تفضل. يمكن بلوزداد فريق بصراحة قوي جدا شرس للأمانة على أرض الملعب بيلعب الجزارين فيهم طبعا عشان هما حمي عندهم أكتر. لكن مش هتكلم عليه خلاص هو خسر لكن نادي الترجي للمتابعين لي لا مستوى الفترة أخيرة يعني أغلب اللعابة كبرت. آه عنده لعابة طبعا زي حمد الهوني زي محمد علي بن رمضان. هما صغر في السن وماراتهم عالية جدا وممكن حتى محمد علي بن رمضان خلص المارشة مبارع لما جاب الجونة التانية العالمي في الوقت المتأخر. لكن لما تجي تشوف نتائجهم بصراحة مش مش كويسة. حتى في دور مجموعات عزة أفكر حرك بحاجة. إنه هو كسب تونجيتس نجال اللي هو فريق ضعيف بالعافية وبهدف مشكوب في صحابه في فراض ستين واحد وخسر منه هناك. وتعادل زهاب إياب مع المولودية منهم طبعا التمسيلية بين قوسين. لكن اللي عمله شكله عمله سيت اللي هو زهابا إيابا على الزمالك وده طبعا حاجة بقى كان لسبب. الزمالك اللي ممكن بتكون بتحلل بشكل ما بشكل بتكون عقلاني في كرة القدم بتقولي النادي الأهلي كان هو عايز المطش يمشي كده. لا هو النادي الأهلي الحقيقة يعني من فترة موشيماني هو بيلعب المباراة بمباراتها. كل مباراة ليها ظروفها وكل مباراة ليها طريقتها وكل مباراة ليها التكتب بتاعها وسيناريو بتاعها. دي يعني زي كده العامل أو الناس اللي بتبقى يوم بيوموا. فالنادي الأهلي ماشي بالطريقة دي يعني الى حد ما نجحة. يعني نجحة مع موشيماني النادي الأهلي في المباراة اللي فاتت قدر ان هو يحط الفكر بتاعه من قبل بداية المباراة وكان واضح جدا طريقة اللعب رامي ربيعة ان هو هيبقى ليه دور معين في المباراة ومشي على مباراة سعين دي اه لكن برضو خليني نقف عند يعني مباراة الترجي مش مباراة سهلة أو مباراة ببسيطة يعني طبعا. ما حدش مهد كده أبدا. اه ده مهم جدا ان احنا برضو لازم نقف يعني مباراة الترجي تعرف الناس ممكن تقولك الاهلي ممكن حظوا وراكب بشكل كبير على الترجي لكن اللي جو الملعب كتسيد والجهاز الفني واللعبين بزبت. لا الوضع بيبقى مختلف تماما. مختلف خالص اه. يمكن انا اختلف مع السيد محسن في موضوع الترجي وبلوزداد. لا احنا كنت افضل ان البلوزداد يبقى هو الافضل. يعني هو اللي يواجه الاهلي يعني. الترجي يعني مواجهة الاهلي بالنسباله بتبقى مواجهة هو بيحبها. واللعيبة بتاعته بيبقى نفسيا كمان تعاملها مع اللعيبة المصريين والفرقة المصرية. الترجي بيبقى راكب شوية على الحد ما. في برضه جزئية ان الترجي عنده اولوية في المقرار الاولى. احنا طبعا هيلعب احنا نلعب بمقرار الاولى في القاهرة. لا فردس. المقرار الاولى في فردس المقرار التانية في قاهرة. فدي برضه يمكن اولوية بالنسبة للترجي. انه يقدر ان هو يحقق نتيجة اكيد ايجابية في المرة الاولية او في البطايم الاول. دي كلها امور انا كنت احابه ان الولوزداد تبقى افضل. لنا يعني ان احنا يعني يبقى غير تراجد تونس يعني ده وجهة نظر قبل ما اطلع الفاس بس انا هي مجموع الكلام اللي احنا ممكن نكون قالينه ان انا بشايف برضو ان شكل الاداء للنادي ده وده قلته طبعا لنجمنا في الستوديو مبارا النادي الاهلي ممكن تلات ماتشات متتالية صعبين جدا الزمالك ثم الماتش الزهاب وإيه ان هو كان يدخر اقصى 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 جهدي دي في الماتش ويطلع بالشكل ده اعتقد ده شكل يعني ده تفكير وقعية بشكل كبير لمسلميني هطلع الفاصل وهارجع لحضراتكم برضو ولو انتم عندوكم تعليق على التأهل ده لان عايز اخد على المبارات السوبر وهمية اللقاء ده وهمية البطولة دي للعابين ومجلس ده تلات النادي الاهلي في التوقيت الحالي هطلع الفاصل ونكمل مع استاذ محسن واستاذ رون اشتركوا في القناة بيفصلنا اقل من شهر عن فتح سوء الانتقالات الصيفية في الدوريات الاوروبية وبالتأكيد هنصب تركيز المصريين على محترفين في اوروبا ومستقبلهم مع فرقهم وعلى رأسهم نجميناء المصري محمد صلاح لعب ليفربول الانجليزي صلاح اللي بيقدم موسمه الرابع مع ليفربول منذ الاندمان في صيف 2017 قادما من روما الايطالي مرشح للرحيل عن الريتز هذا الصيف وسط اهتمام كبير من عمالقة الاندية الاوروبية وعلى رأسها قطبا الليجة الاسبانية ريال مدريد وبرشلونا وده بعد ما فتح الدولي المصري الباب أمام رحيله بداية الموسم في حوار مع صحيفة ماركا الاسبانية مؤكدا رغبته في اللعب لقطبا الليجة وخوض تجربة جديدة لكن في نفس الوقت بيمتلك صاحب الـ 28 عام عقد مع الريتز لحد صيف 2023 وبالحديث عن صلاح والمحترفين المصريين في الدوري الانجليزي هنصبق الحديث عن مستقبل صنائي أستنفيلة أحمد المحمدي ومحمود حسن ترزيجي فأصبح الأول قريب جدا من الرحيل عن صفوف الفريق بعد 3 سنوات مع أستنفيلة تقارير إنجليزية أكدت إن الدولي المصري وقائد الفرعناء السابق هيرحل بشكل أكيد عن أستنفيلة بعد ما أصبح أسير دكة البودلاء هذا الموسم لكن المحمدي محددش وجهته القادمة سواء العودة لمصر أو الاستمرار في الاحتراف لكن الآرب هيكون الاستمرار في الاحتراف وفقا لرغبة اللاعب الدائمة في إنهاء مسرته بأوروبا وخاصة في إنجلترا فبيعتبر من أقدم المحترفين هناك أما ترزيجيو اللي أصيب بالرباط الصليبي فهيتم الاستغناء عنه بعد موسمين فقط مع الفريق منذ انتقاله في صيف الموسم الماضي من قاسم باشا التركي وده بسبب الإصابة اللي ممكن تبعده أكتر من العام وده هيعني عدم احتياج الفريق ليه والبحث عن بديل أما محترفنا المصري محمد المني في صفوف أرسنال فبيبدو أقرب من البقاء في صفوف الجنرز الموسم المقبل فبيمتد عقده لـ 2023 وده بعد التقلق الكبير اللي أظهره في الموسم الحالي بعد العودة من تركيا فلعب معار لصفوف بشكتاش وظهر أنني بشكل رائع ومتقلق مع المدرب الإسباني مايكل أرتيتا مما جعله يعتمد عليه في معظم المباريات وهيكون مصير مهاجمين المحترفين هو البقاء الموسم المقبل مع فرقهم وعلى رأسهم أحمد حسن كوكا مهاجم أولمبياكوس اليوناني ومصطفى محمد لعب جلتة سراي التركي وده بعد ما قدموا أوراق اعتمادهم هذا الموسم بشكل ملفت وساعدوا فرقهم في التأهل لدوري أبطال أوروبا العام المقبل كوكا مهاجم أولمبياكوس بيعيش واحد من أفضل مباريات المواسمه في الاحتراف فتمكن من إحراز 15 هدف 35 مباريات بجميع المسابقات وأصبح واحد من هداف الفريق هذا الموسم بالإضافة لمساهمته في تتويق فريقه بالدوري اليوناني للموسم الثاني على التوالي ومفيش أي نادي بيفوت كوكا في الوقت الحالي فبيمتلك عقد الحد نهاية عام 2021 وهو نفس الحال لمحترفنا الآخر في الدوري اليوناني عمر ورده لاعب باوك واللي عاد لفريقه وجدد عقده بعد العديد من الاعراض في السنوات الماضية وأخيرا هيرد مصطفى محمد مهاجم الزمالك المعار لصفوف جلتة سراي الدين لفريقه بالبطاء فحال وصول عروض لي خلال الصيف المقبل وده بعد ما تقلق في نصف موسم مع الفريق التركي وأحرز 11 هدف 21 مبارا بجميع المسابقات وساعة فريقه للتاهل لدوري أبطال أوروبا فهيرفض صاحب الأربعة وعشرين عام العروض المقدم عليه لحلم اللعب في دوري الأبطال الموسم المقبل كاملين مع حضراتكم أستاذ محسن خانيني أكلمك كنت بتكلم على المباراة السوبر وأهميتها بالنسبة ليه النادي الأهلي في يعني بنتكلم على تحقيق ربعية وفي انتظار بقى يعني أمور بالنسبة له تبقى أكتر من كده وتفتح القرص وتحط يعني بطولاته أكيد مجلس دارة يهمه وصول على كم كبير من البطولات بالنسبة لحنا بنكلم على الموسم السابق على فكرة يعني البطولة دي للموسم السابق وبالتالي لسه حتى الآن طبعا بطولة السنة دي دوري أبطال أمور كتير جدا بالنسبة للنادي الأهلي ومجلس دارته أكيد طبعا هي حاجة سهلة جدا لكون أن هي بطولة من مباراة واحدة ماشي مع كامل طبعا تقدير واحترام للمنافس ونهض البركان لكن النادي الأهلي بيحقق بيبقى بطولة الرابعة وفي انتظار بطولة خمسة فيما لو فاز الأهلي طبعا على طلع الجيش في السابق المصري لكن في حاجة طبعا مهمة كمان للنادي الأهلي في المباراة دي أنه هو بيعزز منافسته على الأندية الأكثر تتويجا في العالم اللي خدها طبعا حاليا الريال مدريب تزعمها برسيد 26 بطولة لأنه في فترة أخيرة خد 11 بطولة أوروبية ما بين 4 ضر أبطال 4 منديال الأندية وتقريبا 3 سابق أوروبي من 2014 حتى يومنا هذا الأهلي ما أخدش حاجة غير بطولة اللي هي الدر أبطال السنة اللي فاتت كان طبعا كان متسايد القصدر وحركة تتذكر من كام سنة لما أخدها من ميلان الإيطالي وكان بوكا جونيور طبعا الريال مدريب بعد تماما ب 26 بطولة وما زال النادي الأهلي الثاني ب20 لما يكسب البطولة دي ب21 يبعد عن ميلان ب18 وبوكا جونيور واندبنتي الاثنين أرجنطنيين ب18 وغرا منهم بقى برشناب 17 وهكذا ففرصة لنادي الأهلي يبعد خطوة عن المنافسين ويخلي نفسه يقرب شوي طبعا هي المنافسة طبعا هتبقى صعبة جدا خمس بطولات مع بطل أوروبا اللي هو الريال مدريد لأنه لما بيكسب بطولة دوري أبطال أوروبا بيبقى عنده فرصة ياخد دوري الأبطال عفوا السوبر الأوروبي وكسر عامل أندية لكن احنا هنا بتاخد دوري أبطال أفريكا بيبقى تاخد ممكن تاخد السوبر للأفريكا فقط لكن كسر عامل أندية دي أصعب فدي فرصة لنادي الأهلي أنه هو يعزز منافسته مش أقول صدرته أو منافسته أي نعم هو الثاني بس نعم بخمس بطولات أو حاليا بستة بطولات يعزز منافسته أو على البطولة دي على اللقب ده لأنه طبعا يكفي شرف أن يبقى النادي للتاني على مستوى العالم والأول هو النادريال مدريد طبعا رمي خلينا أقول لك أن نهضي بركان في المركز السابع بالدوري المغربي تامن التامن 23 نقطة وبالتالي هو مش من أندية كبيرة قوي في المغرب ولكن فاز بالبطولة هل دي تفرق مرعيات الأهلي في نزولهم للمباراة في المرش زي ده أم الهدف هو البطولة أيا كان اسم النادي الطبيعة في نادي الأهلي المنافس هو منافس مباراة ومنافس بطولة وإذن ما حددتك قلت وإستاذ محسن ان دي بطولة هتبقى مهمة جدا بالنسبة للأهلي. ده مهير ومجلس إدارته. كل محبيه على مستوى يعني الشرق أوسط وداخل مصر وخارج البطولة دي بطولة لها هتبقى نقطة فارقة بالنسبة للأهلي. السبب الأولاني ان دي هتبقى بطولة هتوضف لمجلس إدارة والجيل الحالي والجاز الفني الرابعة بالنسبة له الموسم ده او لسه من النهين. يعني الموسم اللو تعطي عشرين او واحد عشرين. اوكي. كويس. انا قولي الموسم السابق بقى. اه الموسم عشرين وعشرين ده 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 ده. يعني ما احنا دوري شغال ودوري ابطال شغال انا اصد اصد اقول اصد اقول يعني دي هتبقى من ضمن البطولات اللي بيحق او بيساعد لها النادل اهلي. السبب التاني دي هتبقى اعتقد يعني نقلة كبيرة جدا بالنسبة لنادل اهلي قبل مباراة الترجي. كمان هتبقى داخل انت بطل السوبر افريقي مع نوعات مرتفع اعتقد. اه النادل اهلي هتاخد ثقة في نفسها اكتر. اه اه المباراة اللي جاية مع الترجي قبل بفاصل كنا بنتكلم على ان هي مباراة هتبقى بعيدة عن الفنيات هي نفسيا اكتر. التعامل مع المباراة زي كده مع بالذات شمال افريقيا واندية تونس اعتقد دي بتبقى نفسيا اكتر. نادي الاهلي المباراة دي هتفرمها كتير جدا. هتفرمها من ناحية المالية والمعنوية واللعيبة نفسها هتاخد ثقة كبيرة جدا. فالمباراة اهميتها من كذا شق. بطولة جديدة بطولة اضافة للرصيد. الجمهور كمان يبقى فيه ثقة مع اللعيبة. الجمهور يحس ان اللعيبة بتحقق وتزود عدد البطولات. زي ما قال طبعا مصوذ محسن وتفضل. يعني اعتقد ان الجيل ده لو بالبطولات دي هيجدد تاريخ حصل قبل كده بالنسبة للتاريخ جيل ابوتريكا وجيل اعتقد. ويمكن كمان يعني ممكن الجيل بتاع ابوتريكا وابرقات محققش اللقطة اللي هي الاربع بالزبط. اعتقد دي هتكتب ليهم في التاريخ مباراة مباراة المهمة دي او مباراة يوم الجمعة مباراة مهمة جدا بالنسبة للقالي في الاسباب اللي احنا ذكرناها. اعتقد ان الناد القالي قادر ان شاء الله على ان هو يعني يحصل اللقب. ممكن يبقى فيه تغيرات في التشكيل اصوذ محسن في يعني بالنسبة للماتش اللي فات عن الماتش والماتش الجاي. ممكن. عالي معلول بس هو اللي ممكن يفرق شايف القصة دي. حتى هو اللي بس بقاله فترة مصاب بالشايف ده ممكن. يعني بقاله فترة مصاب. بصراحة بضم صوت اللي الكابتن كامونا كان قال ما احراك في المداخل ان هو يبقي. ممكن ده يحصل على الفكرة يبقي ويخلي ايما اشرب. حسب حاجة المباراة. خصوان المباراة على ارض الملعب طبعا كل مباراة لكن بصراحة نهضة بركان مش بالمنافس القوي تماما 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 تماما. يمكن بس صعيب النادي الاهلي في المباراة دي. ان هو الاجهاد وطلع من طلع معشات قوي. حتى قلت تلاتة. لا دي يضيف عليها الرابعة بسبب السفر الطويل. زهابا وايابا من من مصر جنوب افريقا. والعودة مرة اخرى بسفر طويل. لكن احذر نهضة الاهلي في المباراة دي من حاجة اتنين. رقم ايه مهمة جدا. ان هو في فترة اخيرة عنده مشاكل مادية يمكن افقدته اهم اللعبين هو محسن يجور. كان طلع وقال ان هو ضد الادارة ومخدناش مصحقات. فهم هجموه واوقفوه ورجعوه تاني. ده لعب رائع جدا 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 جدا. لعب للوداد. لعب للرجاء. محسن يجور طبعا معروف. محسن يجور طبعا معروف. محسن يجور طبعا معروف. لعب اخيرا فنادد بكان. وكان سجل قبل كده في النادي الاهلي مع المغرب التوتوني. وكان سبب النادي الاهلي يخرج من البطولة دي سنة 2015 تقريبا. او 2014 مشهور تذكر. لكن هو لعب عالي جدا. وكمان المكافئة المالية اللي يفعى 200 الف دولار للفائز. بتبقى باعس لهم اكتر ان هو في حاجة ل 200 الف دولار. طبعا ناد الاهلي اللي هو ماديا كويس. كمان في نقطة هي ملايش علاقة بالمباراة. ولكن دائما السوبر الافريقي الذي يقام في الدوحة يبتسم لبطل الكنفدرالية. السنة اللي قبل اللي فاتت فاز الرجاء المغرب وبطل الكنفدرالية على الترج التونسي. وهو بطل دور الابطال. والسنة اللي فاتت فاز الزمالك المصري وهو بطل الكنفدرالية على حساب الترج برضو كان دور الابطال. فالنادي الاهلي لابد ان هو يكسر الحاجز ده. الزمالك هو حامل الله قبل هذه البطولة. بزبط. بزبط. يكسر الحاجز ذا في المباراة. وتعود البطولة اللي بطل دور الابطال تاني خصوصا عفواني. النادي الاهلي هو أكثر عندي حصونا على البطولة دي. ست بطولات. والست بطولات الاهلي شارك في البطولة دي ثمان مرات. خاد الستة. الستة كان بطل دور أبطال. والاتنين يخسرهم كان بطل كونفدرالية أو بطل الكؤوس. مرة قدام نادي الزمالك في 94 في جوانيزبرج كان بطل أبطل الكؤوس. وكان آخر مرة لما خسر قدام وفاق الصيف في الجزائر بضربات الترجاح كان بطل الكونفدرالية لوقتها. فدائما الاهلي بيكسب بفوزه باللقب ده وهو بطل دور أبطال. فهذه المرة هو بطل دور أبطال. فإذا الفرصة طبعا سنحل لنادي الاهلي. طيب. أنا برضه في جزء التشكيل الرامي. قل لي المشكلة اللي ممكن يواجهها مسلماني في المراكز اللي ممكن يختارها في المطش الجاي في التشكيل. هل يعني السيد مرسل بيقول ممكن معلول. لكن معلول ممكن لو مش موجود قايمان أشرف موجود. إيه المراكز اللي كانت بينا جدا فيه صعب أنه يتم اختيار بعض اللي عبين فيها؟ لا هو مش صعب اختيار لكن أنا مش حقيقة مش عارفين لسه الحالة بالنسبة لمحمد هاني. محمد هاني في المباراة دي أو في الشيط الأول ظهر بأنه كان عنده بضر. كان في كدمة كان عنده أصابة طريبا ولعب عليها غالبا حسب برضه ما تجي من هناك يعني فمعرفش بفكرة أن محمد هاني ممكن يشارك ولا أه. وبعدين محمد هاني برضه يعني عشان هو جنب لمن ده فيه مشكلة؟ فيه مشكلة. يعني هاني وقدامه وقدامه. والناحية المركز الهوف دي مشكلة كبيرة جدا على الرغم أن يعني فيه مجموعة موجودة زي حسين الشحات زي وليت المان أحيانا بس وليت سمان طبعا بقاله فترة ما بياخدش أنه بيبدأ أساسي لكن الناحية لمن هي أعتقد هي حسين الشحات هو اللي دايما كان موجود وواضح أن الرجل يعني أخذ قرار ما يبدأش بيه طبعا ما يعتمدش عليه يعني هو حسين يعني يمكن كان ظاهر بشكل كويس إلى حد ما في العين الأماراتي لكن لما جي النادي الأهلي حد دلوقتي مش قادر يقنع نادي الأهلي ولا جامهيره ولا أي حد خلاص بيتابع النادي الأهلي أنه هو يعتمد عليه أو يكون مصدر ثقة بالنسبة لنادي الأهلي في ناحية المي صير كهرباء بعد مشاركته عندك معلومة في حاجة زي كده؟ محمول كهرباء طبعا أنه هو يعني المشكلة المشكلة اللي هو عملها مع موسيماني ما زالت هي مؤثرة طبعا ده مؤكد بالإضافة إلى مش فن يعني لا مش يعني دي جزء الجزء الثاني اللي متابع برضو للتدريبات النادي الأهلي كهرباء مش من نوعية اللعيبة اللي بتكتهت في التمرين واللي هي بتبقى عايزة ترجع وعايزة تشارك بصفة أساسية فبالتالي دي نقطة مهمة جدا أنه عشان خاطر تاخد تاني لسقة المدير الفني وانت حالك كنت العيب وحيانا كتير جدا كنت بتقعد احتياطي لكن كنت تجبر بعد كده المدير الفني أنه هو يلعبك بكتاهدك في التمرين وكل العيبة كده لكن كهرباء الحقيقة أعتقد اللي متابع النادي الأهلي مش هو ما بيتمرانش بالشكل اللي هو يخلي موسيماني أو يخلي أي مجهاز فني طيب قبل منطقة البيرامد بس تتوقع الوصول للمبرانة هي مين ومين ومين أزمع سين مباردو الزرامين في دورة أبطال الوداد من الجنب التاني والأهلي فرص الوداد تبقى أكبر شوف منطقيا تقدر طول أكبر ولكن ها هي أنا بس قال لك أنا ما باش منطقيا طيب أولا ما فعش منطقيا لا هقول لحركاء يا ليه ممكن الناس تشوف أنها فرص الوداد أفضل لثلاث أسباب مباراة على الأرض هيحاول ينتقم بقى من نادي الأهلي أنه هو السنة الفاتحة تكسب وزهاب وإياب الحاجة التالتة أنه عنده الوداد يشعر بغصة اللي حصل في رادس مهزلة رادس في منهاء 2019 بالهدف اللي تلغى الوليد الكارت وكان هدف صحيح وانسحبه والكاف عطى البطولة لفريق الترجي هو ما زال يشعر بهذه المرارة وعايز يعمل ده لكن غياب الجمهور بيخلي الملعب ما فيش أي مشاكل وأعتقد نادي الأهلي خبراته لا هو على الورق الأهلي والوداد لكن أنا أعتقادي يعني ممكن كايزر شيفس يعمل مورائح يعني اللي أنا شوفته بس اللي أنا شوفته بس لكن هو كان كذبان أربع لكن لكن أعتقد أنه ممكن لي تموح لي تموح وأعتقد عنده فرقة مش وحشة يعني أعتقد يبقى لها دور يعني طيب عن الكلام ناخد بيرامز برضو لأن صعوده برضو للدور قبل نهاية ده برضو شيء مهم من نحن الكلام عليه سنحصل برضو رأيك في بيرامز وتزابزه بأداءه في الدوري وباختلاف بطولة أفريقيا ومازال متزابزة في بطولة أفريقيا خلاني نقول بكل أمانة هذا الفوز على التأهل على حساب أنيمبا خدع تماما ليه خدع؟ هتقول لي ده البرامز كانتاني وتأهل على حساب فريق أول لا فريق أنيمبا في مجموعته حصل على لقب تصدر المجموعة بفريق هدف عن أوراندو بيراتس كان معافة نفس المجموعة وحتى في مشواره في البطولة عمره ما كسب خسر كل ما شاته بره أرضه وفاس كل ما شاته على أرضه وكانت انتصرت إي 1-0 2-1 يعني لا فيش حتى 2-0 فهو لما جاء البرامز هزموا في القاهرة 4-1 ده نتيجة منطقية تماما حتى هناك حاولوا يعملوا شاطع رقيل للبعثة للحكام حاجات كده عشان يأثروا يحاولوا يعملوا حاجة ووضح تماما أنه فريق قليل الحيلة صعد بيرامز النصف النهائي بسهولة تماما فيش أي مشاكل في ده وقداموا فرصة تاريخية قبل ما يكسب البطولة قبل ما يفكر في البطولة للانتقام من فريق الرجاء اللي هزموا في در المجموعة زهابا وقيبا بصنائية في الدر البيضة وسلاسية في القهرة فبقت خمسة سفر مع أن بيرامز بيسير في البطولة دي بشكل جيد جدا ورائع جدا حتى بيكسب بره وبيكسب جوه ويمكن ما يخسرش على النهائي السنة اللي فاتت قدام بنهض البركان وبكل أمانة خسر بأخطاء تحكمية لهدف مصصحيح لأنه لمسة يد وكان ليه لعب كمان مفروض يضطرد من نهض البركان أو الحكم تغادع عن الأمور دي وأنا نقولك بكل أمانة بيرامز أعتقد مش متاح أن يتعمل أمام فريكي بيسير رجاء رائعوني أكيد أكيد طبعا هو زي ما قال أستاذ محسين وحضرتك أن بيرامز هو بيمثلنا كمان إحنا في الدوري هنا وعموما في المغارياته لغز لغز كبير جدا عنده لعيبة على المستوى عالي جدا عنده كل الإمكانيات اللي هي متوفرة كل عندها كبيرة لعيبة من الأفضل لعيبة اللي موجودة في أفريقيا أو اللعيبة اللي موجودة في مصر ما فيش فرصة تانية أن أنت يعني ما تحصوش على بطولة أو أن أنت تحقق نتاج كبيرة زي كده وزي ما قال أستاذ محسين أنه عنده فرصة مهمة جدا أنه هو فعلا ياخد حقه من نادي الرجاء المغربي اللي هو يعني يمكن حاليا نادي الرجاء مش على المستوى الكبير اللي احنا كنا نشوفه زي سنة فاتت كده لا لا بس نارضة كسب بس برامد يعني فنيا كويس بس مش أفضل من الرجاء هو كويس بس مش أفضل من الرجاء الرجاء عامل المشاطة كويسة جدا بينافس في الدر المغرب هو الوداد ولكن حتى في البطولة كنفطرية بصراحة هو المرشح رقم واحد توقع توقع مين في النهائي في البطولة دي برضو أتمنى برامد طبعا نتشوف الله مين يكون موجود بقى عندك شبيبة 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 القباء شبيبة القباء اعتقد شبيبة القباء يبقى برامد إن شاء الله هو شبيبة القباء دا الأفضل طيب نتمنى بقى طبعا يعني حبنا نكلم برامد الصراحة السنة فاتت عمل موسم رائع في البطولة دي ولكن حظه في النهائي أمام نهضة بركان ويخسر نتمنى السنة دي حقق أماله اللي هو يعني معمول عشان النادي ده معمول عشان عشان ياخد بطولة مفاجأة باريس سن جرمان بيخسر الدوري هو اللي بيكسب بفارق نقطة النهاردة ويوم حزين على باريس سن جرمان بعد المصاريف الكبيرة اللي بيصرفها بفارق باريس سن جرمان والله دي حاجة أسعدت كل المتابعين بصراحة لأنت بشوف بطل جديد يمكن حتى الناس شافتها في الدور المرة خمسة في تاريخ على فكرة المرة الرابعة الرابعة ودي خمسة طيب ماشي أنا قريتها كده والله أنا أبي حضر أبي خلاص سمحسن حصل في الدور الأسباني مع أتلوتكو مدريد وحصل في الدور الإيطالي مع إنتر ميلان وهو حصل كمان في الدور الفرنسي مع فريق ليل بصراحة أنت تتمنى حتى أنت متابعة تتمنى أن الليفوز يبقى غير التقليدي غير ليفونتوس غير ريال مدريد أبرشلونة غير نادي باريس سن جرمان باريس سن جرمان بيسيطر تماماً على الدور الفرنسي وما بيخدش غيره على فكرة أنا دور أبطال اللي هو معمول عشانه أبيعملش حاجة أخره كارس فرنسا خد كارس فرنسا ولكن خسر الدور الفرنسي فبصراحة كل التحية اللي نادي ليل اللي هو إدري يصمد للنهاية وعمل اللي ما عملوش قبل كده موناكو أو أي فريق تاني في الدور الفرنسي اللي هو إلى حد ما يعتبر الأضعف ما بين الخمسة الكبار ومع ذلك بصراحة ليل شابوه بصراحة بنرفع له قبعة وبنهنيه إنه هو إدري يكشب بطولة دي قدام الغول المالي بصراحة لباريس سن جرمان عندك طريق برضو على الفوز ليل بالدور لا أنا فرحان في خسارة باريس سن جرمان الحقيقة فريق باريس سن جرمان يعني أنت زي ما قلنا هنا بيرمد مكونينه وعملين كل الحاجات دي كلها عشان ياخد بطولة باريس سن جرمان المفترض إن كل العيبة اللي موجودة دي يعني ممكن المجموعة اللي موجودة بتاخد تقريبا ميزانات دول غالبا يعني هو صح الرابع ماشي عشان بس أديره حقه مر الرابع تخلت حالا دلوقتي أتأكد ماشي يعني العيبة اللي موجودة في باريس سن جرمان أعتقد دي يعني كلها قيمتها يعني ميزانات دول الهدف الرئيسي بالنسبة له إنه هو دوري أبطال أو دوري فرنسي ما فيش عنده أكثر من كده ما عندهش أكثر من كده لكنه يخرج من دوري الدوري الفرنسي ويهديه الليل طبعا دي مبروك الليل وإحنا أنا عن نفسي وكنت يعني متابعين جدا لدوري فرنسي فرحان جدا في باريس سن جرمان الحقيقة يعني اللي هم بيعملوه يخلي الواحد فعلا يقول إن قرى فرنسية يجب أن تتغير بشكل اللي هم الأرقام الكبيرة اللي بياخدوها للعيبة التصرفات الغير يعني أدمية مع الأنمليات الأخرى في التعاقدات والحالات دي كلها يعني بصراحة مبروك للليل ومبروك لفرقته إن شاء الله يعني يستمروا عنهم ياخدوا الدوري أنا عندي حتة أخير قبل ما نهي مع حضراتكم وهو تأهل الأربع في الدوري الإنجليز أستاذ موحسن أنت عندك تركاية كده الناس ممكن مش هو أخذ بالا منها بس هو بس هي خلاص مش هتبقى تركاية نواة نادي تشيلسي خد الرابع تمام بس هو لو كان خد الخمس لو كان فيه يعني ممكن لو لستر كان كسب مثلا يعني لو كان كسب وبقى الرابع وبعدين تشيلسي كان نزل وبعدين تخيل مثلا إن تشيلسي فاز بدور أبطال أوروبا فهي شارك في الموسم القادم فبالتالي هيرحل بقيت الفرق لكن هو بقى الرابع فهو التركاية للأسف رحت يعني اللعب راه بالترتيب هو فهو كسب دور أبطال هيشارك ماكسبش دور الأبطال هيشارك خلاص بقى الرابع والترتيب جمع هو لستر بردو لستر في أمان يعني هو لستر كان مقلق ومش لستر اللي هيرحل بقيت الفرق اللي شاركه في الأوروباليج وخلاص بقى الأمور تمام كده بالنسبة له. أخيرا رامل كلمة ليك خسارة محمد صراح للقب الهدف الدوري. والله طبعا يعني هو محمد صلاح عمل كل ما يعني قدامه في الفترة اللي فاتت كلها وقدر انه هو يبزل مجهود كبير جدا مع الفرقة وعمل هدف مميزة حياء. لكن هاري كين ده يعني مهاجم خطير. ولازم برضو لما نيجي نقارب ما بين محمد صلاح و هاري كين ومحمد صلاح الفرق ما بينه وما بينه ده مهاجم صريح ويعني مهمته هدف لكن محمد صلاح عنده مهمتين. مهمة انه هو يصنع هدف وعنده مهمة انه هو يحرز هدف. فكون انه هو بينافس لحد اخر يعني اخر مبارد في الدوري اعتقد ان ده حاجة تحسب لمحمد صلاح ودي الموسم الثالث عن التوالي اعتقد ان احنا ده حاجة تحسب بشكل كبير المنافسة والاسرار والهدف اللي موجود دايما عند صلاح انه هو يبقى متواجد دايما في القمة ودي حاجة تحترم من نجم كبير لأول مرة في تاريخي. طبعا. نشوف لعب بالشكل ده. اسمحسن يعني بشكرك وانت فعلا اربعة. اربعة. اربعة بطولات لليل وبالتالي طبعا انت صاح. شكرك اسمحسن نوارتين وشرفتيني. بنا خليك زرامي بنوارتين وشرفتيني بشكرك. شكرا جدا. يعني اكيد نتمنى دايما خير لصلاحة لكن نهاردة يعني زي ما بقول هاركين همكنت الاهداف الانجليزية مستمر في زي ما نقول الشغل في التهديف. وبالتالي طبعا كنا نتمنى ان صلاح ياخد هداف لكن يحسب لصلاح زي ما بقول ان هو واحد من اللعبين الافزاز اللي دايما مركزين هم عايزين ايه. وبالتالي ان شاء الله نتمنى له السنة الجاي برضو ينافس على هذا اللقب. ان شاء الله بكرة حلقة جديدة من البريمو هنكون متوجدين معاكم طبعا تخطية خاصة برضو ومازلنا مستمرين للنادي الاهلي اللي عنده مباراة مهمة فيه السوبر الافريخ ان شاء الله يا مجمع هنكون برضو معاكم من خلال هذا اللقاء ومكملين مع حضركم طبعا تخطية للنادي الاهلي. اسبوع على خير.